بسم الله الرحمن الرحيم وتدريس الإلكتروني وتطبيق معايير الجودة في تصميم مقرارات الإلكترونية موضوعنا اليوم موضوع الساحة زي ما يقولون وكلنا في حاجة إليه خاصة مع بداية أول أسبوع دراسي في هذا الفصل الدراسي ونتمنى بإذن الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد ونحن معكم في عمادة التعلم الإلكتروني ونقدم لكم كل الدعم الذي تحتاجونه من تدريب من دعم من كل ما تحتاجه من أدوات بإذن الله من توفير أنظمة وأدوات جديدة إن شاء الله رح نوفر لكم برضو خلال الفصل هذا برضو أدوات جديدة رح نخبركم بها لاحقا بإذن الله سبحانه وتعالى فمنهجيتنا خلال الفترة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى في التدريب الفترة الماضية يعني أعتقد ما شاء الله تبارك الله يعني خطونا أو خطأ أعضاء التدريس خطوة كبيرة في استخدام أدوات نظام إدارة التعلم البلاكبورد والفصول الافتراضية وصار يعني عندهم يعني يكتسبوا هذه المهارات بشكل كبير جدا وأعتقد أننا الآن نبغى ننتقل بكم إلى مرحلة أعلى من فقط استخدام الأدوات فأنتم الآن يعني ما شاء الله تبارك الله لا أعتقد أنه لا يوجد عضوها التدريس في جامعة الملك خالد لم ينشئ اختبار ولا يوجد عضوها التدريس لم ينشئ واجب ولا يوجد عضوها التدريس لم يستخدم المنتجيات فكل الأدوات هذه ولا يوجد عضوها أيضا لم يستخدم الفصول الافتراضية فكلكم أعتقد في الفترة الماضية يعني استخدمت هذه الأدوات بشكل جيد وأعتقد أننا يعني أنا الأوان أننا ننتقل معكم برضو إلى مرحلة أعلى من مرحلة استخدام الأدوات إلى مرحلة مهارات التدريس الإلكتروني معايير الجودة في تسميم مقرارات إلكترونية إلى بعض الأدوات اللي يعني ما استخدمتوها من قبل سواء كانت في البلاكبورد أو في أدوات خارجية فراح نركز عليها برضو في تدريب خلال الفترة القادمة طيب خلونا نبدأ يعني على بركة الله دورتنا لهذه الليلة كيف نبدأ مع طلابنا في بداية هذا الفصل الدراسي كيف نهيئ المقرر الإلكتروني اللي موجود عندي على البلاكبورد كيف أني أستطيع أنه هيئ طلابي لبدء التدريس الإلكتروني بحيث أنهم يتفاعلوا معي بشكل جيد ويتواصلون معي بشكل جيد هذه الدورة زي ما ذكرت لكم أنها حوارية ونقاشية بين وبينكم لن أكون أنا المتحدد فقط راح تشاركون عن طريق الأداة اللي راح أشرحها لكم بعد شوية وكيف توصلون لها أهم شيء أنه يكون عندكم يعني اللي توفر عنده في جواله اللي هو الـ QR code أو ماسح الكود الرقمي أو الماسح الرقمي ممكن أنه ينسخ الكود اللي خاص بالمشارك راح نشوف إن شاء الله بعد شوية بس خلونا نبدأ إن شاء الله في دورتنا اليوم إن شاء الله في نهاية هذه الدورة سنكونوا قادرين على تحديد مفهوم التدريس الإلكتروني ونحاول أن نفرق بين أنواع التدريس الإلكتروني ونتعرف على مكونات المقرر الإلكتروني ونتعرف برضو ما هي عناصر تهيئة المقرر التدريس الإلكتروني ما هي الأشياء اللي مفروض أني نحطها خلال هذا الأسبوع أو يعني مفروض تكون موجودة وجاهزة خلال هذا الأسبوع تحديد مكونات صفحة إبدأ هنا اللي هي من الصفحات الرئيسية في المقرر الإلكتروني حنحدد برضو مكونات الجدول الزمني للمقرر ونحدد برضو الدورة وهي التدريس في التدريس الإلكتروني وبرضو أخيرا نحدد ما هي أساليب تهيئة الطلاب لبدء التدريس الإلكتروني المشاركة طبعا في الزوم أعتقد أنكم سرتم متمرسين عليه وتستخدمونه بشكل جيد على أساس نحصل على شهادة الدورة اليوم يجب حضور ما لا يقل عن 70% من زمن الندوة أو الدورة ثم التسجيل عن طريق نظام إدارة التدريب لإصدار الشهادة من نظام إدارة التدريب اللي أنتم تعرفونه وإن شاء الله الرابط هذا أنا راح أتيحها لكم في نهاية الدورة بإذن الله اللي حاب أن يصوره يصوره هو نفس موقع الجامعة لكن قبله mt يعني أكتب mt.tku.edu.سرع الدورة هذه خاصة بعضايا التدريس في جامعة الملك خالد فقط لأنه نظام التدريب وإصدار الشهادة لا يستطيع أحد من خارج الجامعة يدخل على نظام إدارة التدريب إلا عضايا التدريس في جامعة الملك خالد فنعتذر إذا كان معنا ناس من خارج الجامعة بخصوص ممكن يحضر كفائدة لكن كشهادة لازم تكون عن طريق نظام إدارة التدريب فهذا هو ممكن تسجلون عندكم أنه هو نفس موقع الجامعة كي كي يو دت اي دت اي دت اي دت اي بس قبله mt mt حرفين mt.نقطة طيب ما هو التدريس الإلكتروني زي ما ذكرنا أنا ما راح أتكلم بالحالي أنا راح أشارك معاكم أباكم تنسخون هذا الكود اللي عنده قارئ الأكواد ممكن ينسخ هذا الكود ويبدأ يجاوم معنا على هذا السؤال وراح أطرحه لكم بربو راح أحطه لكم على الشات اللي ما عنده النظام ممكن بحطه لكم على الشات الآن افتحوا لي هذا الرابط اللي حطيته لكم على الشات أو اللي يحاب إنه ينسخ الكود عن طريق الجوال ممكن يقرأ الكود هذا QR كود أو أنسخه من الرابط هذا الرابط موجود أمامكم في الشات وجاوبولي على السؤال هذا ما هو التدريس الإلكتروني؟ طبعا المفروض تظهر عندكم صفحة بالشكل هذا تضغط على علامة الزائد وتبدأ تكتب إجابتك خلاص يفضل زي ما ذكرنا أنه كل واحد يعني يكتب لي الإجابة يكتب لي الإجابة الرابط في الشات هذا هو على الشات راح أوقف الشات الآن أوه ما ظهر طيب خلاص الآن معلش الشات الآن موجود ها واضح هل ظهر عندكم الرابط يا أخوان وأخوات نعم ممتاز خلاص أنا راح أوقف الشات بس على أساس الرابط ما يروح راح أوقف الشات عشان الرابط ما يروح عند الأخوة والأخوات طيب ممتاز يا سلام عليكم هذه أداة اسمها أداة البادلت اللي يسموها الحائط الإلكتروني ممكن أنت تستخدم هذه التقنية برضو مع طلابك اللي التواصل والتفاعل والفصل الافتراضي يعني بدل ما يكون في النقاش فقط عن طريق الشات ممكن يستخدم هذه الأداة طبعا هذه الأداة ممكن تستخدم فيها حتى ممكن الطلاب يضيفون صور يضيفون مقطع فيديو يضيفون نصوص أي أن كان طيب ممتاز الآن بدأوا هذه الإجابات أتمنى الإجابات اللي عندكم ما شاء الله تبارك الله راح يعني يتم نشر هذا الحائط أو يتم استخراج بعض المعلومات اللي أنتوا كتبتوها ويتم نشرها لأعضاء هي التدريس أتمنى أن كل واحد يكتب مشاركته إنه يضيف اسمه يضيف اسمه في نهاية المشاركة على أساس ممكن ناخذ بعض المقتطفات ويتم نشرها لأعضاء التدريس أو يتم نشرها في شبكات التواصل الاجتماعي فيفضل أن أي شخص يشارك معنا في هذا الحائط أنه بعد ما يكتب مشاركته يحط تحت اسمه بشكل اختياري طبعا ليس إجباري طيب ما هو التدريس الإلكتروني ما هو التدريس الإلكتروني نبدأ نطلع على بعض مشاركات الزملاء اللي أنتوا شايفينها هو طريقة للتعلم عن بعد باستخدام الأجزة الإلكترونية ويمكن من خلال تحقيق أهداف المرجوة يا سلام تقديم أي محتوى تعليمي للطلاب عن طريق الإنترنت وذلك مشاركة واستخدام أي وسائل مثل برنامج البوربوينت وغير ساعد الزهراني جميل طريقة موازية للتعليم الفعلي داخل الفصل باستخدام الأجزة الإلكترونية حلو هو التدريس عن بعد باستخدام الإنترنت والتقنيات الحديثة التدريس عن طريق نظام التعليم الإلكتروني سواء بشكل متزامن أو غير متزامن يا سلام دكتور عبد الرحمن التيجاني فين مشاركتك دكتور هو التدريس عن بعد هو عبارة عن طرح وعرض للمقررات الدراسية باستخدام طريقة مماثلة لطرح الاعتيادي ولكن بأكثر من طريقة من خلال الإنترنت محمد القرني يا سلام هذا حط لونها بالأزرق يا سلام هو توظيف التقنية واستراتيجية التدريس للطلاب عن بعد حلو تدريس عن بعد باستخدام الإلكترونية هو طريقة التي يستخدم في الانترنت استخدام التكنولوجيا والانترنت لإيصال المعلومة يا سلام دكتورة ماجدة قدري تقول التدريس عبر الوسائل الافتراضية المختلفة حلو هي أنواع التدريس الإلكتروني عن بعد وهو طريقة إلكترونية نشطة يا سلام عليكم عن طريق الشبكة العالمية وفق ضابط معينة هو وسيلة للوسائل التي تدعم معلمية وتحويلها من طور التلقيل إلى الإبداع يا سلام تدريس المقرر عن بعد هو طريقة للتعليم باستخدام التكنولوجيا وشبكة الانترنت دكتورة أسماء شافعي هو التعليم الذي يعتمد على الوسيط الرقمي في التدريس بدلا من الوسيط الورقي حلو التعليم يكترونه طريقة تقنية للتعلم ووسيلة من وسائل التي تدعمها من التنمية بين أستاذ وطالب يحقق الإبداع وتنمية المهارات أبو حنيفة الشريف طيب ما شاء الله المشاركات صراحة كثيرة يعني فعذروني إذا مثلا فوت أحد المشاركات ما قريتها استخدام الأدوات الإلكترونية متوفرة تخلي العملية وتخيل عملية التفاعل والتعلم من خلال فصول الافتراضي بحيث يكون التعامل معها على أساس أنها تعليم افتراضي التدريس باستخدام التكنولوجيا ممارسة عملية التدريس من خلال وسائل تكنولوجيا دكتور محمود عزام أحسنت التدريس عن طريق الفصول الافتراضية جميل هو التدريس باستخدام الوسيلة الإلكترونية مما يتجاوز الصعوبات اللوجستية إسماعيل بن جالية أحسنت يا دكتور إسماعيل التدريس عن بعد عن طريق الفصول الافتراضية هو التدريس عن بعد عن طريق الأجهزة الإلكترونية ويمكن أن يكون متزامن وغير متزامن يا السلام لإيصال الأهداف المرجوة حلو خدمة موازية لتطوير لتطور في التعليم نوف هو التعليم عن بعد ممكن قد يكون شكل من أشكال التعليم عن بعد طريقة التفاعل للتواصل مع الطلاب التدريس الإلكتروني هو التعلم عن بعد بين الطلاب والمدرس هو التقييم عن بعد أيضا هاشم الشفية هو التعليم عن بعد باستخدام وسائل التكنولوجي دكتوراه يام هو التعليم عن طريق البلاكبورد واستثمار التكن الحريثة في التعليم بما يمثل عملية تعليمية تواصلية فعالة ويكون ذلك عن بعد بشكل متزامن وغير متزامن دكتور إبراهيم أبو طالب أحسنتي دكتور إبراهيم هو استخدم وسائل تعلمين مختلفة في العاملية التعليمية طيب أنا أحاول أرى الإجابات التي تكررت أن يتجاوزها ونروح إذا في مشاركات جديدة طريقة طبعا أنتو أعتقد أنتو تشاهدون المشاركات الزملاء يعني ممكن تطلعون عليها أيضا التعليم من خلال التقنية الحديثة التعليم عن بعد هو نقل المادة التعليمية عن طريق الإنترنت دكتورة نورة التعلم عبر الوسائل الحديثة التي تغني عن قائل حقيقية شرح محتوى المادة وعرض المادة عن بعدا طريق الإنترنت طبعا دورتنا باللغة العربية إن شاء الله يكون في دورة باللغة الإنجليزية قادمة دكتور مسلم يقول تجلس الإلكتروني هو الذي يكون عن طريق التقنية الحديثة وفي وقضاءها بطعية وسيلة من الوسائل التي تدعم عمية التعليمية وتحولها من طلوة القناة لإبداع التفاعل وتنمية المواقع حسنا دكتورة حليمة الإجابة رقم واحد طبعا ممكن التأيد يعني دكتورة هي طريقة تستخدام برامج الإلكترونية هو التقديم محتوى تعليم مصمم بطريقة علمية لوصول مخرجات باستفادة من التكنولوجيا بطرق محفزة دكتورة مونة جميل ممتاز الله يعطيكم العافية حسنت هنا في مشاركة دكتورة عبد الرحمن ما شاء الله بس طويلة شوية صراحة مشاركة جميلة صراحة هو التدليس باستخدام الإنترنت والتواصل المتعلم موجود في مكان مختلف الاستعانة بالتقنيات الحديثة وهو وسيلة من وسائل التعاملية التعليمية جميل انقذنا من جائحة كورونا دكتورة إيمان فعلا انقذنا يعني واستمر التعليم بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل هذه التقنيات صراحة مشاركات جميلة نظام تفاعل للتعليم يقدم المتعلم باستخدام تكنولوجيا للتصال ومعلومات ويعتمد على بيئة الالكترونية رقمية متكاملة دكتورة مرغني مكاوي استخدامت كافة التقنيات الحديثة عن طريق التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد هو وسيلة من وسائل التي تدعمها المتعلمية وتحولها من طولة القيام طولة التحجيم طيب الله يعطيكم العافية شكرا شكرا لكم على إضافاتكم الجميلة هذه كلها إن شاء الله بإذن الله هذا الحائط بإذن الله راح ننشره ميزة الحائط الإلكتروني هذا إنه يظل محفوظ يعني تقدر تحفظه وتنزله يعني حتى ممكن تنزله على شكل ملف بي دي اف ممكن تنزله على شكل رابط والطلاب يدخلون عليه فتكون يعني نوع من أنواع التوثيق يعني هذه برضو ميزة من ميزات هذا الباتلت فممكن إنك تستخدم طبعا هو فيه اشتراك مجاني وفيه اشتراك مدفوع الاشتراك المجاني يعطيك يعني أعتقد حتى الاشتراك الشهري ما هو غالي يعني تقريبا 16 دولار في الشهر تقريبا وأعتقد أنه فيه برضو خصم للمعلمين وأعضاء التدريس طيب خلونا نرجع على العرض الله يعطيك بالعافية أشكركم جميعا وبإذن الله يعني راح يتم نشر هذا مشاركاتكم عبر طرق المختلفة اللي نستخدمها في نشر الأعضاء التدريس طيب لستفادة منها طيب خلونا نرجع للعرض اللي عندنا ونشوف بشكل عام تعريف يعني نفس التعريف تقريبا هذا التعريف اللي أنا راح أعرضه لكم تقريبا هو نفس الأفكار اللي أنتو ذكرتوها في الفترة من خلال مشاركاتكم في البادلس إذن التدريس هو عرض أو تدريس مقرر أو منهج من خلال نظام إدارة التعلم الإلكتروني سيد بلاك بوردن استخدمه من خلال الحاسب الآلي والتقنيات الحديثة وشبكة الإنترنت بحيث يمكن للطالب التعلم وتقديم الأنشطة في أي وقت ومن أي مكان والتدريس هو عملية التواصل إذن أهم نقطة في موضوع التدريس هي التدريس سواء كان إلكتروني أو غير إلكتروني حتى في القاعة هي عملية التواصل بين المعلم وبين الطالب فالتدريس هو عملية التواصل بين المعلم والمتعلم فلا يمكن أن يحدث تعليم والتعلم دون تواصل بين المعلم وبين الطالب لذا فإن التدريس الإلكتروني هو أيضا عملية التواصل بين الطالب والمعلم والفرق هو في طريقة التواصل فبدلاً من التواصل المباشر في القاعة وجهة لوجه يتم التواصل باستخدام وسائط إلكترونية عبر إلى أنت زي هذه الوسيطة التي نستخدمها الآن الزوم أو الفصل الإفتراضي إن كان نوع من الأنواع الفصل الإفتراضية هذا يعتبر وسيط التواصل قد يكون عن طريق صفحة الإعلانات التواصل قد يكون عن طريق بريد المقرر التواصل سيكون عن طريق محاضرة مسجلة سجلتها لطلابك وحطيتها لهم بصفحة المحاضرات التواصل بينك وبين الطالب يعني كل الوسائط الإلكترونية إذن التدريس في الأساس وهذا يؤكد نقطة مهمة جداً اللي هو أهمية عضوها التدريس وأهمية المعلم سواء كان في التدريس الحضوري أو في التدريس الإلكتروني أو عبر الإنترنت وهذه نقطة مهمة جداً إذن المعلم يبقى دوره فعلاً فعال وأكيد سواء كان بشكل في القاعة أو حتى في التدريس الإلكتروني يعني تخيلوا أن الطلاب الآن عندنا في الجامعة بدون مدرسين يعني ما أعتقد أن العملية التعليمية تمشي بالشكل جيد طبعا هناك فيه نوع من أنواع المقرارات ونوع من أنواع التعليم عن طريق الإنترنت اللي يسموه التعليم الذاتي أو الـ self-based أن الطالب يدخل حتى ويخرج من الدورة بدون مساعدة عضوها التدريس هذا يعني بدون قيادة المدرس يعني بدون تواصل مع المدرس فهذه نوع من أنواعه لكن ليس عاما وهو محدود يعني بعض الأنواع من التخصصات طيب خلونا الآن ننتقل لحاولنا نفرق بين التدريس التقليدي أو اللي في القاعة والتدريس الإلكتروني ما هو الفرق بينهما هل هناك فرق بينهم يعني فيه هناك يعني بعض الفروقات بين التدريس التقليدي والتدريس الإلكتروني أول شي يتحول في التدريس الإلكتروني يتحول دور عضوها التدريس إلى مصمم للمقرر يعني تجهز المقررات حطوا المحاضرات صمموا صفحة المحاضرات تنزلهم صفحة إبدأ هنا تصمم المنتديات تصمم الواجبات تصمم الاختبارات هذا كلها تصميم للمقرر وميسر للموجه ما معنى ميسر يعني خلاص الطلاب أنت صممت المقرر وجهزته بنيت المحتويات نزلت لهم الواجب نزلت لهم المنتدى نزلت لهم الاختبار يبدأ الطلاب الآن يدخلون على البلاكبورد يجي طالب مثلا والله تبدأ أنت يعني كميسر تبلغهم والله إن عندهم واجب تبلغهم إن عندهم محاضرة فصل افتراضي تبلغهم عندهم شاركة في المنتدى تبلغهم عندهم اختبار هذه كلها من التيسير يتيسر وموجه العملية التعليمية توجههم أنهم يروحون لصفحة المنتديات ولا يروحون لصفحة الواجبات والاختبارات ولا يتوجهون للفصل الافتراضي كل هذا يتيسر لهم العملية التعليمية بشكل كامل ثم يتحول برضو دور الطالب بدل ما هو متلقي يجي في القاعة ويضعد في الكرسي ويمشي لا ويتلقى العملية التعليمية لا يصبح دوره هو مشارك ومتفاعل في العملية التعليمية ومساهم أيضا حتى في التقييم يعني ممكن يقيم زملاءة يعني تعرفون نوع من أنواع التقييم اللي يسموه تقييم الأقران أو التقييم الذاتي يعني ممكن طالب يقيم نفسها ممكن يقيم زملاءة فكل هذا يعني يكون عليه دور أكبر برضو طالب العملية التعليمية لأنه راح يدخل على نظام إدارة التعلم راح يدخل على الفصول الافتراضية يحدد وقت للإطلاع الماة التعليمية كل هذه من الأشياء اللي تغير دوله من أنه فقط يجي يحضر في القاعة الدراسية ويمشي ويقوم بنشاط معين برضه من ما يميز أو الفروق التدريسية بين التدرس التقليدي أو العادي والتدريس الإلكتروني إنه فيه يكون فيه لقاءات متزامنة عبر الفصول الإفتراضية ويكون أيضا فيه لقاءات غير متزامنة إما أن تكون عبر المنتديات شمعنا غير متزامنة يعني ليس لها وقت محدد إما أن تكون عن طريق المنتديات أنت لما تنزل موضوع النقاش ليس هناك يعني لازم ما هو الشرط أن لما تنزل موضوع النقاش في المنتدى أنهم كلهم الطلاب يكونوا موجودين في وقت واحد ولا في نفس الوقت اللي أطرحت فيها موضوع النقاش لا ممكن تطرح للموضوع النقاش الآن والطلاب يشاركون خلال ساعة خلال ساعتين خلال ساعات خلال يوم يومين على حسب الفترة اللي تسمح لهم بالمناقشة في هذا المنتدى نفس الفكرة المدونات الملفات الإنجاز المشتركة وغيرها من أدوات التواصل الغير متزامنة مصادر وأماكن التعلم أكثر مرونة عندك في التدريس التقليدي عندك قاعة دراسية واحدة فقط هم الطلاب اللي يقدرون يتعلمون عن طريقة لكن في التعلم الإلكتروني ممكن يتعلم في أي مكان عن طريق الكمبيوتر عن طريق الجوال سواء كان في البيت سواء كان وهو يمشي في الشارع حتى وهو في المقهى ممكن أنه يتعلم في أي مكان في أماكن متعددة التقييم المستمر هذه من أهم ميزات التدريس الإلكتروني قد يكون هنا التدريس التقليدي قد يكون يعتمد بشكل كبير على أختبار فصلي وأختبار نهاي في التدريس الإلكتروني نوعا ما قد يختلف يكون التقييم مستمري بدل ما تكون الدرجة القبرى على الاختبار النهاي لا يتم توزيع هذه الدرجات بحيث أن التقييم يبدأ من أول أسبوع ومن أول أسبوعين ثم يتوزع التقييمات بشكل تقييمات مصغرة حتى يصل إلى الدرجة الكاملة وهذه طبعا من أهم الفروقات في التدريس الإلكتروني أيضا قائم على مفهوم التعليم المتمحور حول المتعلم ما المقصود بالتعليم على المتمحور؟ طبعا هذا موضوع كبير ويحتاج إلى دورة الحالة وإن شاء الله إذا كان هناك متسع ممكن نعمل إن شاء الله مستقبلا دورة حول هذا المفهوم أو حتى ممكن لأنه مفهوم تربوي ممكن أن زملائنا المتخصين في مجال التربوي مجال التدريس زملائنا في كلية التربية في تقنيات التعليم ممكن أن يساهمون معنا ويشاركون معنا في تقديم بعض الدورات خلال الفترة القادمة ممكن أن يغطون هذا النوع من أنواع التعلم التعلم تحور حول الطالب يعني أنت لما تجي تبني مقررك لما تصمم مقررك تبني هذا المقرر من وجهة نظر الطالب وليس من وجهة نظر الكلية ولا من وجهة نظر المعلم إنما من وجهة نظر الطالب حتى الأهداف التعليمية لما تكتبها تكتب في بداية الأهداف في نهاية هذا المقرر ستكون يا طالب قادرا على ثم تكتب هذه الأهداف من وجهة نظر الطالب وليس من وجهة ما هي المهارات والمخرجات التي سوف يخرج بها الطالب في نهاية هذا المقرر لذلك برضو المادة العلمية لما تنزلها المحتوى التعليمي هل الفيديو هذا هل هو الطلاب هل يستوعبوه ولا لا ممكن أنت الفيديو هذا قد نزلته أنت استوعبه بشكل جيد لكن الطلاب قد ما يفهموه بالشكل اللي أنت تفهمه في ذلك لما تنزل برضو المادة التعليمية هل المادة التعليمية التي تنزلها سواء كان فيديو سواء كان ملف وورد أو بوربوينت أو محاضرة مسجلة أو مقطع صوتي نزلت لهم هل هذا المادة العلمية تتناسب معهم هل هي حيفهموها بشكل جيد برضو الأنشطة التعليمية لما تحطها والتقييمات هل هي متناسبة مع الطالب هل بتساعد على تحقيق الأهداف التعليمية هل هذه التقييمات بنيت بناء على من وجهة نظر الطالب أم من وجهتنا كلها قائمة على هذا المفهوم وهذا الحوار طيب خلونا الآن ننتقل إلى نقطة أخرى إلى أنواع التدريس الإلكتروني الآن خلاص بدأت الفصل الدراسي كيف أني أستطيع أن أدرس طلابي في التدريس الإلكتروني وعندنا طريقتين وأعتقد أنكم تعرفونها أما تكون متزامنة زي ما نحن قاعدين الآن في وقت واحد عن طريق الفصول الإفتراضية وإما أن تكون غير متزامنة يعني نسجل لهم المحاضرة وتنزلها لهم مسجلة يشوفونها في أي وقت لكن المتزامنة لها وقت محدد وتتم عن طريق الفصول الإفتراضية أما عن طريق الألترة طبعا النظام الوحيد الآن الموجود الألترة حتما يكون فيه نظيم مرادف أو مساعد لكم خلال الفترة القادمة راح نعلم عنه لكن حتى الآن نبقى نتأكد من صلاحيته لكن النظام اللي موجود حاليا هو الألترة وهو يؤدي الغرض بشكل كبير جدا وسهل الاستخدام وبسيط سواء كان لعب وهي التدريس أو يحكي للطالب حتى الدخول إليه سهل وميسر يعني تذكرون زمان اللي كانوا معانا المحاربين القدامة في التعلم الإلكتروني كانوا يستخدمون البلاكبورد كولوبريت وكان يحتاج برنامج لنشار ولازم نزل هذا التطبيق عشان يشتغل معه لا الآن الألترة يفتح معاك في نفس المتصفح وفي نفس الصفحة يعني بشكل مباشر لذلك هذا ممكن تدرس إلكترونيا إما بطريقة متزامنة عن طريق الفصول الإفتراضية وإما بشكل غير متزامن وحقيقة النجاح الحقيقي في التدريس الإلكتروني هو في الغير متزامن عندما تنزل المحاضرات لهم بشكل طريقة مسجلة عندما تتفاعل معهم في المنتديات والطلاب يتفاعلون معك بشكل جيد وفي شكل تواصل طبعا هذا لا يغني عن المتزامن طبعا هناك نسبة معين لازم أنك تقدمها في الفصول المتزامن عن طريق أو تعقد الآن في الفترة الحالية بسبب الجائحة يعني الجداول المفروضة أن تكون كلها عن طريق حسب الجدول الزمني اللي خاص بالطالب فكل هالخيارين الآن موجودة متاعا سواء كان بشكل متزامن أو بشكل غير متزامن خلونا نتعرف معنا متزامن وغير متزامن متزامن يلتك الطالب مع المعلم في نفس الوقت ويوجد مسافة جغرافية بين المعلم والطالب عن بعد توفر بيئة تعليمية افتراضية مثل الفصل الافتراضية الألترا اللي نستخدمها في الجامعة أو زوم زي اللي استخدمها معكم الآن والتفاعلي بين الطالب والمعلم وهذه نقطة مهمة جدا في الفصول الافتراضية يتأكد تفاعل الطالب أن الطالب ما هو قدامك ما تقدر تشوفه فإمكانية أن يتوها عنك أو أن يغفل عنك كبيرة جدا لذلك لما تتفاعلهم عن طريق الأدوات عن طريق الشات تسألهم كل شوية أو كده فيمفروض أنه كل خمس دقائق تسأل سؤال عن طريق الشات أو تستخدم معهم أداة زي أداة البادلة اللي حين شفناها قبل شوية أو ترسلهم نموذج مشاركة عن طريق جوجل فورم أو غيرها من المشاركات حاولنا ممكن نشاركهم بالصوت حتى ممكن تسألهم بالصوت يا فلان يا عبد الله يا ناصر افتح الميكروفون وأجب على السؤال التالي أنا ذكرت ثلاث نقاط ما هي هذه النقاط أنا ذكرت أشياء يعني خلصت من جزء من المحاضرة ماذا استفدت من الجزء اللي أنا شرحت لكم قبل شوية لذلك مهم جدا في الفصول الافتراضي أن يكون هناك في تعاون وفي تفاعل بين الطالب وبين المعلم ولا تستأثر بالحديث معاك يعني بشكل كامل تواصل متزامن بين الطالب والمعلم في نفس الوقت ويتم توفير نشاط أو تقييم متزامن برضو حاول أنك توفر لهم نشاط مشاركة للتفاعل يتفاعلون معك أثناء المحاضرة أو حتى في نهاية المحاضرة ممكن تقولهم تروا يا عبد الله في عندنا نشاط راح نحله مع بعض وأبغاكم كلكم تشاركون فيه لأنه ممكن بعد نهاية الفصول الافتراضي هذا النشاط قد لا يتاح غير مسموح أنك تشارك فيه بعد ما تخلص النشاط هذا قد يكون واجب على البلاك بورد ممكن يكون مشاركة عن طريق منتديات مثلا جوجل فورب أو عن طريق البادلة الأداء اللي احنا شبناها قبل شوية وغيرها من الأدوات النوع الثاني اللي هو غير متزامن ليس شرطا أن يترك الطالب مع المعلم في نفس الوقت يمكن للطالب أن يشاهد المحتوى العلمي في أي وقت إنه مسجل على شكل فيديو أو محاضرة مسجلة يوجد مسافة جغرافية بين الطالب والمعلم يتوفر بيئة علمية الإلكترونية لهذا النوع من أنواع التدريس اللي هو البلاك بورد الآن الطالب يقدر يدخل يشوف المحتويات في أي وقت ومن أي مكان تقدم الدروس بشكل تفاعل للطالب يعني حاول أنك تقدم الدروس ما هو تنزلها كلها ملفات وورد ولا كلها ملفات بي دي اف حاول تضيف المحاضرات المسجلة تضيف الصوت تصيب الفيديو تضيف الصور على أساس تعطي حياة للمقررة تفعيل أدوات التفاعل والنقاش الغير متزامن زي المنتديات المدونات المجموعات مقسمهم من مجموعات وتواصل غير متزامن بين الطالب والمعلم عن طريق لوحة الإعلانات عن طريق المنتديات تحديد أوقات محددة لمشاهدة الدروس وإنجاز الواجبات والأنشطة وهذه أهم من أهم النقاط في الغير متزامن لازم إذا نزلت لهم واجب صح أنه ممكن يحل في أي وقت لكن لازم تحدد لوقت مثلاً أسبوع يومين ثلاث أيام مشاهدة الدروس لازم تشوفون هذه المحاضرة المسجلة خلال أسبوع أو هذه الفيديوهات خلال أسبوع أو خلال مثلاً خمسة أيام على حسب المدة التي تتقسمها وحسب الجدول الزمني اللي خاص بمقررك ويتوفر أيضاً نشاط أو تقييم غير متزامن عفواً أنشطة غير متزامنة زي الواجبات زي الاختبارات الذاتية زي المنتديات المنتديات نفسها قد يكون نوع من أنواع التقييم يعني المنتدى ممكن يكون عليه درجات ممكن تحط عليه درجة ويكون عليه تقييم فهذا بالنسبة للخصوص بالنوع الثامن وعلى تدريس اللي هو الغير متزامن مكونات المقرر الإلكتروني وأعتقد أنكم تعرفونها كلها لكن نعيد عليها نكررها مرة أخرى اللي هي أن المقرر الإلكتروني ليس محتوى فقط ليس ملفات PDF فقط ليس ملفات PowerPoint ليس فيديوهات فقط إنما هو عبارة عن مجموعة من المحتويات مجموعة من المكونات تتكامل مع بعضها لتحقق فعلاً التدريس الإلكتروني الناجح وهو يتكون مع محتويات إلكترونية بمختلف أنواعها سواء كانت محاضرات مسجلة، سواء كانت فصول افتراضية سواء كانت ملفات PDF، PowerPoint وغيرها من المحتويات التي تساعد في تحقيق الأهداف التعليمية دائماً المحتوى اللي نحط لطلابنا نتأكد هل هو فعلاً يحقق الهدف التعليمي أو لا التقييمات والأنشطة الإلكترونية أيضاً هذه من أهم المكونات المقرر الإلكتروني المحتوى يوجد فيه واجبات، يوجد فيه أنشطة، يوجد فيه منتديات وغيرها من أدوات التقييم والأنشطة اللي ممكن تستخدمها سواء في نظام إدارة تعلم البلاكبورد أو حتى عن طريق الفصول الافتراضية التواصل والتفاعل الإلكتروني هناك فيه تواصل، هذه نقطة مهمة جداً من أهم مكونات المقرر الإلكتروني أن فيها تواصل وتفاعل سواء كان بين المعلم وبين الطالب سواء كان بين الطالب وبين الطالب سواء كان بين الطالب وبين المحتوى الذي تقدم له فهناك ثلاث أنواع من أنواع التفاعل ممكن أن تكون في المقرر الإلكتروني أيضا من مكونات المقرر الإلكتروني هناك مجموعة من الأدوات التي تساعدك في المتابعة وتقييم الأداء مثل لوحة التحكم مثل لوحة متابعة الأداء اللي موجودة في لوحة التحكم في المقرر الإلكتروني ممكن تشوف الطلاب اللي دخلوا طلاب اللي ما دخلوا اللي حل الواجب اللي ما حل الواجب كل هذه الأمور تتضح لك من خلال أدوات المتابعة اللي موجودة في نظام إدارة التعلم البلاكبورد إذن فالمقرر الإلكتروني ليس محتوى فقط هو محتوى هو تقييمات وأنشطة هو تواصل وتفاعل هو أدوات المتابعة وتقييم الأداء طيب ننتقل إلى عنصر مهم جدا من عناصر دورتنا الليلة اللي هو ما هي عناصر تهيئة المقرر للتدليس الإلكتروني نفس الحيطة التي كنا قبل شوية وحاولوا أنكم تجاوبوا وتشاركوا معي من خلال خبرتكم صراحة الهدف من مشاركتكم أن هذه خبراتكم نتمنى أن ننقلها لزملائكم أنا متأكد أنه عند كثير منكم كثير من الأساليب والطرق اللي صمموها في مقررات الإلكترونية تساعدهم في التدليس الإلكتروني ركزوا بس معايا في السؤال هذا أن ما هي العناصر تهيئة المقرر أنا الآن أتكلم عن المقرر وليس عن الطالب ركزوا معايا في الإجابة على السؤال على أساس تكون إجابتكم جيدة أنا راح أضيف سؤال الآن السؤال لسه ما أضفته في البادلت في الحائد أنا راح أضيفه الآن دقيقة بس سمحته راح أضيف عمود هنا أيوة الآن راح نجاوب تحت هذا السؤال ما هي عناصر تهيئة المقرر يعني ما إيش الأشياء اللي أنا أحطها في البلاك بورد أو في نظام إدارة تعلم سواء كان في صفحة إبدا هنا سواء كان في صفحة الإعلانات سواء كان في عامة ما هي العناصر التي تهيئ الطالب للتدريس الإلكتروني الآن اضغط على علامة الزائد واكتب مشاركتك واضغط انتر وحاول أنك تكتب اسمك في النهاية يفضل من باب التوثيق لجهدكم الله يعطيكم العافية ما هي العناصر اللي مفروضة أني أسويها على أساس أنه أهيئ الطلاب لكي يبدأوا مع الفصل الدراسي عن بعد أو عن طريق التدريس الإلكتروني بشكل جيد خاصة أنه في عندنا الآن طلاب مستجدين يعني ما يعرفون شيء يعني خلق طلابنا القدامى ما شاء الله عليهم يعني صار عندهم خبرة من خلال السنوات الماضية خاصة في الفصلين الأخيرة هذه لكن مع الطلاب تخيل أن عندك الآن طلاب جدد جو من الثانوية فرش طازج ما يعرفون شيء في البلاك بورد إيش المفروض أنك تسوي لهم؟ هذا اللي أنا أبغاه بالضبط لما يدخل على المقرر أبغاه الطالب لما يدخل على المقرر إيش يشوف؟ اكتبوا لي حول هذا العناصر لكي ينهيئ مقررنا للتدريس الإلكتروني أو لنبدأ مع طلابنا في التعلم الإلكتروني يلا الآن المشاركة متاحة للجميع أنا بحط الرابط مرة ثانية للي ما أسعفه أنه يشوف الرابط المشاركة أتمنى أن تكون عن طريق الرابط عن طريق البادلة يفضل على أساس هذا هو الرابط طيب صفحة ابدا هنا تضم توصيف المقرر وخطة التقويم وتعرف الطالب المعلم دكتورة هاجر ممتاز أبدأ برسالة الحبية حلو العناصر المهام التحضير عناصر المحاضرة المتطلبات والواجبات ودكتور فايز الأسمري جميل تعريف أهمية المقرر وصماته إرشاد الطلاب من خلال الإعلانات الإعلان عن كامل المعلومات الهامة والمتعلقة بالمقرر على سبيل المثال وضع خطة لكامل فصل الدراسة يا سلام تمنى أن تضيفون أسماعكم لا تنسوا أن تضيفوا أسماعكم في نهاية مشاركاتكم خريطة للمقرر كامل مقدمة بسيطة عن المقرر أهداف المقرر سوى توضيحه لأهم مخرجات المقرر النهائية حلو وضع فيديو لأهم الأيقونات المستخدمة في صفحة المقرر على البلاكبورد توصيف المقرر وطريقة التقييم ممتاز التوصيف معلومات الاتصال مع إضاح مدة الرد يا سلام السينة الذاتية العضوية التدريس رابط قناة التمكين وضع لينكات الفيديوهات للصول الفصول الافتراضية الدكتورة سعرية جميل توفير المادة العلمية تهيئات قائمة إبدا هنا دعوتهم للطلاع على قائمة المحاضرات ترتيب المقرر بأهدافه وتقسيماته وضع خريطة المقرر وغيرها دكتور إبراهيم أبو طالب أحسنت دكتور إبراهيم خطة الأنشطة وتقييماتها أدوات التواصل مع الأستاذ الدكتور أحمد المسعودي التعريف والتقديم المقرر بشكل واضح وسهل حلو دكتورة نوف ابدأ هنا رسالة ترحيب الإعلانات مقاطع الفيديو تعريفهم من إدارة المقرر جميل التعريف بالمقرر الأهداف والتوصيف ووسائل التواصل مع أبوهي تدريس وضع روابط تهم الطلاب كتمكين لتعرف ببراهيم ووضع إعلانات دكتور أمل مشيت ستي دكتورة ابدأ من هنا بشكل كامل بكل محتوياتها من وصف وخريطة مقرر وطريق التواصل مع أستاذة المقرر توضيح طرق التقييم توفير محاضراتي الإلكترونية جميل معلومات عن وضع التدريس توصيف المقرر توزيع الدرجات إعلان عن وقت المحاضرة دكتورة عبير التعريف بالمقرر والتوصيف طرق التدريس كيفية التدريس كيفية التقييم جميل أتمنى المشاركات لا ما نعمل مشاركة عن طريق الشات لكن من بعض التوثيق أتمنى أن تشاركون عن طريقة البادلة يعني تضغط على الرابط وتشارك معنا أفضل على أساس يتم نشر هذه المحتويات لزملائكم وزميلاتكم اللي ما تمكنوا من حضور هذه الدورة ويستفيدوا من خبراتكم صفحة ابدا هنا لعلانات الفيديوهات التعليمية وسائل التواصل الواجبات دكتورة جميل دكتور عبد الرحمن حسن ابدا هنا التوصيف التعريف بالمحاضر التواصل التقييم المشاركات جميل لكن دكتور مجدي روابط السريعة الدعم الفني ممتاز وصف المقرر محتوى المقرر على شكل فصول المراجع المقرر تمارين واجبات ممتاز نبغى برضو هي أفكار إبداعية جديدة يعني نبغى حاجة ما قد تكررت يعني شيء يعني إبداع يعني خارج عن المألوف نتمنى إحنا نشوف هذه كلها كلها مهمة جدا اللي ذكرتوها رائعة جدا ولازم تكون موجودة لكن نبغى أفكار جديدة يعني إذا في أفكار جديدة أفكار إبداعية وأعتقد ما شاء الله تبارك الله عندكم أفكار كثيرة في الموضوع هذا طيب دكتور مونة توصيف المقرر رسالة ترحيبية جدول الزمني جدول تقييم المقرر عرض تقييم مبسط حول محتوى المقرر كامل جميل أعطيكم العافية شركات جميلة ورائعة سيادة التواصل مع أستاذ المقرر عداد أحداث في المقرر ومضحة الدرس والتقييمات في المهارات اللي لازم للتعامل مع المقرر التواصل ووسائله وضوابطه جميلة دكتور اسماعيل بن جالية حياكم الله جميعا الدكتور عائشة خواجي يبدأ من هنا الترحيب التوصيف طريقة التواصل وعداد المحاضرات والأنشطة يا سلام تقريبا أغلب الإجابات الآن صارت مكررة بس أنا حاول أشوف إذا فيه أشياء جديدة الله يعطيكم العافية هنا برضو ذكرت دكتورة آمنة مجلدات ترتيب المحاضرات ترتيب المحاضرات على شكل مجلدات ممتاز هذه من الأشياء المهمة في تهيئة صفحة المحاضرات جميل تنشيط منتدى المقرر للتواصل عبره جميل نبذة مختصرة عن المقرر توصيف المقرر جميل أرفق فيديوهات دكتورة جواهر تقول أرفق فيديوهات عن طريق استخدام البلاكبورد ووضع شرح مبسط لكيف يستخدام المقرر الإلكتروني جميل أستاذ جواهر وضع خطة يعرف من خلالها الطالب بكل ما يتعلق من المقرر من خطة التدريس والتقييم والمحاضرات ووسائل التواصل مع أستاذ المقرر جميل ما شاء الله في مشاركات صراحة كثيرة يعني أنا مدري إذا كان هنا يقدر يطلع لعدد المشاركات حتى الآن بس ما في رقم تروا العلمكم من أول مرة استخدم البازلة هذا يعني لكن من خلال الاستخدام يعني يبين أنه سهل الاستخدام بسيط يعني أنا أعرف عنها من زمان لكن ما قل استخدمتها بشكل عملي لكن إن شاء الله يعني في كل محاضرة أو عفوا في كل ندوة أو كل دورة نقدمها لكم خلال الفترة القادمة راح نستخدم معاكم أداة أخرى طيب أشياء أهضل طبعا بجهة نظر ميزة الأداة الأدوات الثانية اللي حنا نعضاها لكم يعني فيها تنويع فيها نوع من التغيير يعني من الإبداع مع الطلاب على أساس الطلاب ما يملون تعرف أن الطلاب يعني استخدم معها أداة واحدة يمل منها لكن لما تنويع في أدوات تنويع معهم في الطرق التدريس يعني نوعا ما من يعني تشجعهم على التعلم بطريقة غير بطريقة مختلفة فكلها كلها فعالة سواء عن طريق الشائط أو عن طريق لكن هذه أدوات تعطيهم نوع من يعني من التغيير من الإبداع من الخروج عن الروتين طيب الله يعطيكم العافية شكرا شكرا لكم جميعا زي ما قلت لكم هذا الحائد راح ينشر بإذن الله يعني لكل أعضاء التدريس إما ينشر بشكل كامل أو يتم اختصار يعني جمع كل الأشياء الأفكار اللي أنتو حطيتوها وتجميعها في مكان واحد ونشرها لأعضاء هيئة التدريس جميل أحسنتم يا سلام عليكم يعطيكم العافية شكرا لكم شكرا لكل من شارك معنا في البادلت وشكرا لكل من شارك عن طريق الشات ونعتذر برضو شاركات كبيرة كثيرة جدا وما أمدنا نقراها كلها وكلها جميلة وقيمة والله يعطيكم العافية خلونا أعطيكم بعض العناصر اللي أنتو ذكرتوها يعني لن أجيب جيد جيد يعني ما شاء الله أنتو كل الأشياء اللي أنا بذكرها الآن لكم تقريبا غطيته يمكن نسبة كبيرة منها جدا وهذا يدل على الحمد لله يعني أنه في وعي في خبرة عند عضاية تدريس الحمد لله جامعة الملك خالد سواء كان ما هو يعني خبرة عضاية تدريس في جامعة الملك خالد ليست من بداية الجائحة حقيقة في التعلم الإلكتروني إنما خبرتهم تمتد لسنين من سنوات في مجال التعلم الإلكتروني وبعض عضاية تدريس صار خبير في مجال التعلم الإلكتروني صار خبير في التدريس صار مدرب صار مقيم حتى لمعايير الجودة حتى معتمد من نظمة الكوة التي لا ترز في تصميم مقرارات الإلكترونية فشكرا لكم على تفاعلكم وخبراتكم هذه حننشرها حتى برضو ممكن لعضاية تدريس في جامعات أخرى يعني خليها ممكن أنهم يستفيدون منها بشكل يعني كبير جدا طيب الله يعطيكم العافية خلونا نرجع لعرضنا جديد بالنسبة لكم يعني عناصر تجهيز صفحة مكونات إبداة هنا تجهيز مكونات صفحة إبداة حنتعرف عليها اللي أنتو ذكرتوها أنتو قبل شوية طور الحد الأدنى من مقرارات الإلكتروني المحاضرة الأولى والثانية تكون جاهزة يعني لازم الطلاب لا يدخلون على صفحة المحاضرات وما هي فاضية يعني على الأقل يكون فيها المحاضرة الأولى موجودة مسجلة أو حتى على الأقل موعد المحاضرة يعني مادة تعليمية موجودة في قناة المقرارات المفتوحة اللي موجودة تبع الجامعة وممكن تنزل لهم المحتويات أي محتوى يعني حاول أن تكون عقل شيء المجلة المحاضرة الأولى والثانية تكون جاهزة ومطورة موجودة للطلاب في صفحة المحاضرة هذا بالحد الأدنى وكل أسبوع تنزل محاضراتها تجهيز جدول الزمني المقرر لازم يكون عندك جدول توضح لهم أي شيء المحاضرات اللي بيأخذونها إيش التقييمات اللي راح يقدمونها إيش الأنشطة المفروضة اللي يمتفاعلون معها أيضا بالنسبة لتوزيع الدرجات عرف الطلاب بنفسك ووسائل التواصل معك هذه من أهم الأشياء العناصر اللي تحطها برضو على أساس تهيئة الطلاب لكي يبدأون معك بشكل جيد لازم يعرفون من الدكتور يدرسهم كيف نتواصل مع الدكتور إلى الآن حتى في طلاب يتواصلون معي أنا ما أدري كيف حصلوا على جوالي يقولوني يا دكتور الآن نحن ما نعرف منه أستاذنا ما ندري كيف نتواصل معه ما نعرف كيف نتواصل مع الكلية فوسيلة التواصل الأساسية بين الطالب وبين كلية هو عضوية التدريس فيجب أنه يكون هناك في تواصل حتى أتمنى أنكم خلال الفترة هذه أنكم خاصة اللي يدرسون طلاب مستجدين أنك دائما تدخل على البلاكبورد على جميع مقرراتك في البلاكبورد تشييك على المنتديات الأسئلة ممكن يكون هناك منتدة من أحد الطلاب تشييك على بريد المقرر في عندك استفسارات من الطلاب تتواصل وترد عليهم ومهم جدا أنك تعرف طلاب بنفسك وبوسائل التواصل معك وضح لطلابك سياسة التواصل المقرر كيف راح تتواصل معهم إيش السياسات اللي راح تتبعها كيف يتواصلهم معك يعني مثلا لو طالب مثلا سألك سؤال في منتد الأسئلة خلال كم راح ترد عليه خلال ساعة ساعتين 24 ساعة وهكذا مثلا إذا كان من السياسات ممكن يا طلاب إذا كان عندك سؤال يتعلق بالمقرر اطرحه في منتد الأسئلة إذا كان عندك سؤال شخصي يتعلق بك أنت شخصيا فأرسله لي عن طريق بريد المقرر وغيرها من سياسات التواصل والستراتيجية التواصل مع الطلاب أكتب أهداف واضحة وقابلة للقياس حاول أن أكتب أهداف واضحة في صفحة إبدا هنا أهداف المقرر العامة أضف مادة تعليمية إلكترونية تساهم في تحقيق الهداف التعليمي زي ما ذكرنا نحن نحط المحاضرة الأولى والثانية وتساعد في تحقيق الهداف التعليمية قدم أنشطة تعليمية تساعد على التعلم النشط أضف التقييمات الإلكترونية استخدم التقنيات المناسبة التي تساعد الطالب في تحقيق الأهداف التعليمية استخدم مثلا لكل نوع من أنواع النشاط الأداة التي تناسبها ممكن في أداة هدف تعليمي يتحقق عن طريق الواجبات هدف تعليمي يتحقق عن طريق المنتديات هدف تعليمي آخر يتعقق عن طريق الفصول الإفتراضية فاستخدم لكل نشاط أو لكل هدف يساعد الطالب أو كل نشاط يساعد الطالب في تحقيق هذا الهدف استخدم معه التقنية المناسبة وفر لطلاب كل وسائل الدعم يعني لازم توضح لهم مثلا في صفحة إبدا هنا إيش وسائل الدعم مثلا لو واجه مشكلة في البلاكبورد يتواصل مع مين؟ هل يتواصل معك؟ لا خلي يتواصل مثلا مع زملات الدعم الفني يحطوا لهم رقم الدعم الفني وقل لهم هذا رقم الدعم الفني وأيضا دعم عن طريق الواتساب ممكن ترشدهم إلى قناة تمكين اللي يقول معرفة استخدم مثلا الواجب معرفة حل الواجب معرفة استخدم هذه الأدوات كلها ممكن ترشدها إلى قناة تمكين تحط لهم رابط قناة تمكين الدعم الأكاديمي لو عندنا مشكلة في الجداول لو عنده يبغي يعدل يبغي يحذف حط له بس رقم الدعم الأكاديمي أو رقم عمادة القبول والتسجيل أو رابط إذا كنت رابط لعمادة القبول والتسجيل وغيرها من وسائل الدعم اللي ممكن تقدمها للطلاب ليس مطلوب منك أن تقلم كل هذا الدعم الفقط مطلوب منك أنك توفر لهم بس وسيلة الدعم أو طرق الدعم اللي ممكن إيش يستفيدون منها اجعل مقررك سهل الاستخدام والوصول يعني حاول تنظم مقررك صفحة المحاضرات قسمها إلى مجلدات لا تضع كل الملفات في صفحة واحدة صفحة ابدأ هنا برضو حاول أنك تركز فيها وتضع العناصر فيها بالتسلسل المهم الأهم ثم المهم ثم المهم وهكذا استفد من قناة تمكين في التعلم الكتروني على اليوتيوب وأعتقد أن الجميع يعرف القناة والحمد لله حين برضو في الفترة هذه في الأسبوع هذا يعني قدمنا مجموعة من الدورات للطلاب خاصة طلاب المستجدين تقريبا قدمنا لهم عشر دورات يعني أتحنا لهم عشر دورات يوميا دورة في الصباح ودورة في المساء يدخل في أي وقت ناسبة وعن طريق الزوم يعني عن بعد يعني يدخل عن طريق الزوم ويتدرب ويتعلم والحمد لله يعني إلى الآن تقريبا يمكن حضر في دوراتنا يمكن أكثر من 3000 أو 2500 طالب اللي حضروا عن طريق الدورات الإلكترونية أرسلنا لهم برضو فيديوهات تعليمية أرسلنا لهم قناة تعلم الإلكتروني على التليجرام كل أرسلنا لهم برضو عن طريق رسائل SMS لتوجيهية وتساعدهم في التعلم وعلى ساسة أنهم ما يواجهون أي مشكلة أيضا الكليات قامت بجهد كبير ومشكور في تدريب الطلاب المستجدين في مقرات الكليات يعني بعض الكليات دربت طلاب المستجدين في كلياتها فلهم كل الشكر والتقدير على تعاونهم في هذا المجال طيب الآن عرفنا العناصر الأساسية هذه أشياء أنا ذكرتها لكم ذكرتها أنت قبل شوي في الحاط البادلت نتعرف الآن على مكونات صفحة إبدا هنا اللي هي الصفحة الأساسية واللي طالب ينطلق منها من خلال المقرر يكون فيه رسالة ترحبية ترحب بهم مع بداية هذا الفصل نبدأ تعريفية عن المقرر إيش راح يدرس في هذا المقرر أهداف المقرر العامة وفيه نقطة برضو مهمة جدا أن الرسالة اللي تقدمها للطلاب ليس شرطا أن تكون نصا يعني حاول أنك تقدم مثلا تكون محاضرة صوتية يعني رسالة صوتية ترحيبية وتكون أو على شكل مقطع فيديو يعني مثلا أعضاء التدريس الرجال مثلا إذا يحب ممكن أن يسجل بالجوال حتى يسجل بالجوال ويرسل وحنا الآن ما شاء الله أصبحنا خبراء في استخدام الجوال وممكن أسجل مقطع فيديو وأنزل على البلاك بورد على شكل مقطع فيديو وهذه من أفضل ما أفضل الرسائل الترحيبية أفضل رسالة ترحيبية أنك تظهر أمام طلابك بالصوت والصورة ترحب بهم في وداية الفصل وهذا يعطي نوع من تفاعل الطلاب حقيقة من المقرر ويحمسهم على الحضور ويشعرهم دائما أنك موجود معهم في المقرر والاستبعيد عنهم وسائل التواصل مع ذويت تدريس برضو لازم تحطها بسفحة إبداة هنا هذه من أهم لازم توضح لهم كيف يتواصلون معك يا أما عن طريق بريد المقرر يا أما عن طريق رقم تريفون هاتف مثلا للتواصل يا أما عن طريق منتدات لازم تحط لهم كل أنواع هذه الوسائل العساسية يقدروا أن يتواصلون معك وأنت برضو كدورك لازم أنك تشيك على هذه الأدوات تشيك على منتدى الأسئلة تشيك على منتدى على بريد المقرر يعني بشكل دائم وتطلع على إذا كان هناك أي أسئلة من الطلاب زي ما ذكرنا توضح سياسة التواصف المقرر مع طلابك إذا كان مثلا هناك مثلا الرسالة سؤال عام يطرح في المنتدى إذا كان هناك سؤال خاص يطرح في بريد المقرر وغيرها متى يتوقعون منك الرد يعني متى راح ترد عليهم لأنه بشكل غير متزامن خلال 24 ساعة خلال 12 ساعة يعني تحدد لهم الوقت وقت الرد على أسئلتهم الجدول الزمني هنشوف برضو بعد شوية نموذج الجدول الزمني ممكن عارض ما في دورات سابقة الجدول لازم يكون هناك في جدول تحط لهم في صفحة إبداء هنا عمود مثلا للمحاضرات عمود للتقييمات للأنشضة توزيع الدرجات وراح نشوف نموذج مننا بعد شوية نصائح والإرشادات للتعلم بشكل أفضل عن بعد تعطيهم بعض الإرشادات لكي يستطيعون أن يتعلمون عن بعد خاصة إذا كانوا يدرسون بشكل تعليم إكتروني كامل وما يحضرون للجامعة نهائيا فتعطيهم بعض النصائح بل إرشادات للتعلم بشكل أفضل وفر لطلابك كل وسائل الدعم حط رقم الدعم الفني حط لهم رابط قناة تمكين واعتقد حتى رابط قناة تمكين موجود في صفحة إبداء هنا بشكل افتناضي لكن إذا ما هي موجودة حاول أنك تنسخه تدخل على يوتيوب وتنسخ رابط قناة تمكين وتضغط على إنشاء محتوى وتختار رابط وي وتضيفه على صفحة إبداء هنا أيضا تضيف لهم مثلا رقم التواصل مع الدعم الأكاديمي وضح للطلاب كيف يبدأون وكيف يصلون إلى صفحات المقاررة الإلكترونية يعني مثلا تقول لهم يا طلاب الآن حل الآن في نهاية هذه قد تكون مثلا آخر نقطة في صفحة إبداء هنا تقول لهم مثلا خلاص الآن بعد أن شاهدت أو قرأت جميع مكونات صفحة إبداء هنا انتقل إلى صفحة المحاضرات هذه الصفحة سوف يكون فيها جميع المحاضرات المسجلة جميع المحتوى الإلكتروني ثم بعد ذلك ستجد في صفحة الواجبات كل الواجبات والاختبارات التي نضعها لكم خلال هذا الفصل وإذا أحببت أن تتواصل معنا ممكن تتجه إلى صفحة أو بلا برد المقرر وإذا حبيت أنك تشارك في المنتديات ممكن تروح إلى منتديات المقرر وهذا يعني بشكل مختصر ومبسط كيف يصلون إلى صفحات المقرر الإلكتروني أو توضح لهم مثلا فائدة كل صفحة من صفحات المقرر الإلكتروني اللي حين نحطيه لكم هذا نموذج للجدول المقترح طبعا هذا جدول حين نحطيناه بشكل افتراضي لكن إذا حبيت أنك تعدل فيه تبدل يعني ما هو إجبالي ليس قرآن منزل إنما قابل للتعديل وهذا الجدول يكون فيه مجموعة من العمدة العمود الأول مثلا الأسبوع الأسبوع الأول الأسبوع الثاني الأسبوع الثالث التاريخ برضو محدد الأسبوع هذا متى راح يبدأ متى راح ينتهي عنوين المحاضرة إيش المحاضرات اللي راح نأخذها في هذا الأسبوع الأهداف اللي خاصة بهذا المحاضرات اللي راح نأخذها برضو ما هي التقييم اللي راح نستخدم أو النشاط سواء كان التقييم أو نشاط نحط نوع التقييم طيب ما هي الأداة اللي راح نستخدمها فيها التقييم هذا مثلا إذا كان عندي مثلا مطلوب مني أني أرسل مقال كيف يرسل هل يرسل في المنتديات ولا في الواجب عن طريق الواجبات الإلكترونية وهكذا يعني نوضح لهم كل أداة أولا مثلا يكون نوع من أنواع النشاط عن طريق الفصول الافتراضية يعني مثلا يعني بعض الأنشطة أو بعض التقييمات تحتاج أن الطالب يتكلم مباشرة مع عضو التجهز فممكن يكون الأداة المستخدمة للفصول الافتراضية ألتقي يكون النشاط مثلا سواء كان في اللغة الإنجليزية في الـ speaking ممكن يكون في اللغة العربية ممكن يكون في الدرسون مثلا التجويد القرآن الكريم فهذا الأنشطة ممكن تكون مباشرة عن طريق الفصول الافتراضية فحط لهم نوع الأداة الفصول الافتراضية الدرجات توزيع الدرجات إلى نهاية الفصل الاختبار إذا كان هناك اختبار نهائي اختبار فصلي توزيع الواجبات يكون واضحة عند الطالب من بداية الفصل على أساس أنه يقدر ينظم شغله وينظم أموره ويركز من بداية الفصل خاصة بالنسبة للطلاب المستجدين نحط برضو آخر موعد لتقديم التقييمات هذه متى آخر موعد لتقييم هذا التقييمات طرعا الجدول هذا يعني يفضل أنه يكون من بداية الأسبوع الأول إلى الأسبوع يعني الرابع عشر أو الثاني عشر حسب الأسابيع اللي موجودة في هذا الفصل يكون جاهز عندك يا سلام إذا كان جاهز بشكل كامل يا سلام على الأقل يكون على أقل ثلاثة أربع أسابيع تكون جاهزة وموجودة بالشكل هذا وأهم نقطة برضو اللي يتوزيع الدرجات بعض أعضاء تتريس يضع توزيع الدرجات في جدول مستقل براحتك حبيت أنك تضمنها ضمن الجدول العام للجدول الزملي يسمى الجدول الزملي المقرر الكامل أو أنك تضع له جدول خاص فيه لتوزيع الدرجات لأن بعض أعضاء تتريس يعني يعتقد أنه توزيع الدرجات مهمة لذلك يضع لها جدول مستقل فأنت بالخيار حبيت أنك تستخدم هذا الجدول أو حبيت أنك تحط توزيع الدرجات في جدول مستقل براحتك بس أهم شيء في هذا الجدول أن يكون هناك فيه تواريخ محددة لحلها هل هي مدتها يومين ثلاثة يام من تاريخ كذا لك تاريخ كذا أو على الأقل يكون هناك آخر موعد لتقديم حل هذا الواجب هذا نموذج آخر أنا استفدت صراحة من هذا نموذج لأحد أعضاء التدريس من زملائكم يعني استأذنت في أني أخذ هذا الصورة وأعرضه في الدورة زي ما تشايفين مقسم جدول بالشكل هذا حاط الأسبوع حاط التاريخ الأسبوع حاط المواضيع اللي راح يقدمها حاط الأنشطة والتقييمات اللي راح يستخدمها بالإضافة إلى الأداة الإلكترونية اللي راح يستخدمها وأيضا الدرجات يعني توزيع الدرجات فهذه برضو نموذج آخر من نماذج الجداول اللي ممكن أنكم تستفيدون منها طيب خلصنا الآن جحزنا مقررنا ونبدأ الآن نتعلم كيف ما هي أساليب تهيئة الطلاب لبدء التدريس الإلكتروني خلص جحزنا المقرر الطلاب الآن بدأوا يدخلون على المقرر إيش الأشياء المفروض أنه أثناء ما الطلاب بدأوا معي بدأوا يدخلوا عن البلاكبورد إيش الأشياء اللي ممكن أساليب يستخدمها معهم على أساس يتهيئون للفصل الدراسي يتجهزون يتفاعلون معي بشكل جيد بنفس الفكرة شاركوا معايا عن طريق البادل خلني بس أضيف السؤال على أساس تكتبون تحته الله يعطيكم العافية أضيفها في الحائط كل هذه الأشياء راح ننشرها فأتمنى أنكم تساعدون زملائكم ونستفيدون منها ما هي أساليب تهيئة الطلاب للبدء التدريس الإفترون يعني إيش الأشياء المفروض أني أقولها أطلبها منهم في بداية الفصل خاصة أنا جهز المقرر جهز صفحة إبداة هنا إيش الأشياء اللي أقول لهم يعني في بداية الفصل على أساس يتهيئون بشكل جيد يلا شاركوني عن طريق الرابط برسلكم الرابط مرة ثانية عن طريق الشات واللي حاب أن يشارك عن طريق الجدول برضو أشياء لا يمنع أنسخ الرابط على الشات برضو اللي حاب بنا يعني يشارك برضو نبغى الآن أشياء تتعلق بالطالب أشياء أقولها للطالب طبعا مختلفة عن عناصرته حلاص حنا بنينا كل شيء على المقرر بس إيش الأشياء إيش النشاط مثلا إيش نوع النشاط اللي ممكن أن أعطيهم على أساس أحيئهم ليبدأون التدريس الإلكتروني بشكل جيد يلا أتمنى يعني الجميع يشارك معنا عن طريق البادلت زي ما احنا شايفين من الزملاء بدأوا يشاركوا معنا يعني ما هو النشاط أو اللي مفروض أني أبدأ مع الطلاب في بداية هذا الفصل هل أبدأ معهم على طول أقول لهم يا طلاب يلا المحاضرة الأولى عندنا اليوم الفلاني والساعة الفلانية من الساعة كده للساعة كده عن طريق الفصول الافتراضية الألترا هل جيد أني أبدأ معهم على طول محاضرة ولا في شيء ممكن أبدأ معهم قبل ما أبدأ معهم المحاضرة الأولى أنا أبغى الآن التهيئة هذه تكون قبل المحاضرة الأولى إيش الأشياء اللي أنا أسويها معهم لكي يهيهم للتدريس الإلكتروني يكونوا جاهزين متفاعلين يعرفون أن يستخدمون الإنظام إدارة تعلم بشكل جيد ها عطونا بعض الأفكار الله يعطيكم العافية الآن بدأت تتوالى الإعلانات وسيلة مهمة للتنبيع على المحاضرات ممتاز هذه برضو لكن أنا أبغى أشياء أسويها معهم قبل ما بدأ في المنهج هذا هو سؤالي كيف أهيئهم على أساس يبدأوا معي بشكل جيد طيب الاطلاع على الدورات والتعلم الإلكتروني جميل ممتاز الأجهزة التي يمكن استخدامها أثناء التعلم الإلكتروني خالد عثمان أحسنت جميل حضور تمكين حضور الفيديوهات التي في قناة تمكين حضور الدورات جميل قراءة الإعلانات يطلعون على الأهداف قراءة الأهداف الجدول والتقييم يطلعون عليه الرسالة الترحيبية جميل وضع فيديو توضيحي لما سيتم عمله في الدرس في العملية التعليمية التدرب على استخدام البرامج الافتراضية أو الزوم أو الافتراضية تفقد قوة النتوى الاستعداد النفسي وبث الروح الإيجابي فيهم يا سلام جميل يا دكتورة وفا استعداد النفسي ممكن بمجموعة من النصائح نوجهه لهم أعطيهم فيديو تحفيزي وغيرها تجهيز الأدوات الإلكترونية والاتصال التي يحتاجها طالب التعلم الإلكتروني يعني دكتور ناصر أحسنت يعني تعطيهم مثلا إيش الأشياء المفروض أن يجهزوها مثلا أقول له مثلا حاول أنكم تجهزوا مكان للدراسة في المنزل تتأكدوا من سرعة الإنترنت عندكم حاول أنك تدرس في مكان هادئ يعني يعطيهم بعض النصائح والإرشادات اللي خاصة بالتعلم اللي عم بعد بشكل عام جميل دكتور ناصر دكتورة فاطمة عمل أنشطة تفاعلية مسابقات واجب استبانة لمراجعات أساسيات المقرر السابقة أو التمهيد جميل أتصفح معهم البلاكبورد خطوة بخطوة جميل يا أستاذ أميرة يعني ممكن أعمل مشاركة للشاشة مثلا عاقد فصل افتراضي وأعمل مشاركة للشاشة وأبدأ أشرح لهم يا طلاب تروا حين الآن هذا المقرر الإلكتروني أمامكم وزي ما تشافون صفحة إبدا هنا في المحتويات كذا صفحة الواجبات إذا حبينا ندخل عليها نروح لهم الطريقة هذه إذا حبيتم أنكم ترسلوا لي رسالة خاصة نروح على بريد المقرر أوريهم بريد المقرر حتى ممكن أعطيهم يعني دورة سريعة فقط يعني بشكل كيف يستخدمونها أو على الأقل أوريهم فين أماكن المحتويات فين أماكن واجبات خاصة للطلاب المستجدين أحسنت يا دكتور أميرة وشكرا لكم دكتور ماجدة مشاركات جميلة صراحة تحفيزوا الطلاب على تنمية مهاراتهم في استخدام وسائل التدريس الإلكترونية أخذ فكرة عام مع المنهج التهيئة التوجيهية طرح الأسئلة التحفيزية إعلان الطلاب بأهداف الدرس تصفح برنامج بلاكبورد مع الطلاب جميل ممتاز تقسيب الطلاب لمجموعات نقاش والتفاعل عبر الفصولة افتراضية وإعطاء بعض الروابط الهامة من قناة التمكين ذكار المستجدات وعقد فصل افتراضي لتعريف الطلاب بأنفسهم والتعرف على طموحاتهم أحسنت يا دكتور أسماء شكرا لكم تنشيط منتديات المقرر تنشيط منتديات المقرر وتنشيط الإعلانات الدكتور ذنون أحسنت يا دكتور طيب إضافة واجب عن تصفح المقرر وإبداء الرأي حول مدى سهولة التصفح أو المنتدى ممتاز واجب يعني صعب شوي تقول لهم يا طلاب رحوا للواجب لا ممكن عن طريق منتدى زي ما ذكرت جميل أو زي ما ذكرتي أن يكون عن طريق المنتدى أن يمعطون رأيهم حول المقرر يعني الآن أنتم شفتوا أهداف المقرر واطلعتوا عليها أبغاكم تطرحون لرأيكم في المنتدى يعني يمكن يكون فيه منتدى للتعارف وإبداء الرأي في أهداف المقرر إيش تتوقعون أن نتعلم في هذا المقرر عن طريق المنتديات وكل واحد مثلا يعرف بنفسه ويرد على واحد من زملاء أو يرحب باثنين من زملاء وهكذا جميل وفاء سماحة الدكتور وفاء تقول لترحيب توضيح خطة المقرر الحث على التزام بالحضور والمراجعة أول بأول توضيح أهم الأيقونات في البلاك بورد تبسيط المعلومات جميل وضع فيديوهات توضح نبذة عن المقرر ومحاضرة تقديمية تنفيها فكرة عامة عن المقرر جميل دكتور دعاء تهيئة نفسية ومحاضرة افتتاحية دوما أسميها فاتحة خير يا سلام عليك دكتور آمل تكون مادة خفيفة أو جذابة مع كصص نجاح يا سلام جميل جدا إذن هذا هذا اللي حنا نبغى حقيقة هذه الأفكار اللي أنتم قاعد يذكروها فعلا هذه مهمة جدا يعني حتى يعني أعتقد أنه صح اللي حنا ذكرناها قبل شوي أن نحن نهيئ المقرر لكن في عندنا شخص آخر اللي هو الطالب كيف نهيئها يعني هذه النقطة اللي ذكرتها الدكتورة أمل أنه التهيئة النفسية ومحاضرة تسميها فاتحة خير تكون مادة خفيفة يعرض فيها مثلا عن تعريف بالمقرر مثلا كيف رحنا نتعلم نتعرف على بعض أعرفهم بشخصيتي أعرفهم بخبراتي يعني تكون يعني محاضرة تكون يعني تعريفية بشكل عام سواء بالبلاكبورد تعريفية بالمقرر تعريفية بعضوها التدريس وتعطيه يعني ممكن تكون فيه قصص نجاح يعني يذكر قصص نجاح سواء للطلاب اللي سبقوهم مثلا قصص نجاح لناجحين في التعلم الإلكتروني أي نوع من الفيديوهات اللي ممكن تكون ممكن نعرضهم حتى فيديو يعني تعريفي أو فيديو يعني تحفيزي فيديو ممكن أحصله في اليوتيوب ممكن أعرضه لهم في بداية المحاضرة لمدة مثلا دقيقتين ثلاث دقائق خمس دقائق في بداية المحاضرة تكون تعطيهم دافعية للتعلم بشكل أكبر غرس الثقة وتعزيز البعد النفسي لدى الطلاب وترجمة الهدف الجوهري من دراسة المقرر شكر من حضر محاضرات اللقاء التحريفي ممتاز التقييم وتيسير أفاك دون ترهيب وسائل التواصل الإلكتروني جميلة دكتور فوزي الله يعطيك العهد دكتور فوزي السويلح الدكتور أبو حنيفة يقول عرض توصيف مفردات المقرر سنعتمد في الشرح عن المقرر الخطة العامة جميل الدكتور مارش إرسال إعلانات للطلاب قبل فترة مناسبة للتحديد موعد المحاضرة الأولى وتجهيز المتطلبات جميلة دكتور مارش بث طمانينة هو التنافس بين الطلاب تعريف التعليم الإلكتروني وإرشادهم لحضور تنكين وكيف تستخدام طرق التواصل جميلة دكتور مزاهر تعريف الطالب بأن الاختبار النهائي ورقي وعليه درجة مرتبع حتى يهتم الطالب من البداية طبع هذا نوع من الدكتور طارق يعني جميل برضو مهم جدا الطلاب يعرفون أنه هذا الاختبارات هو اختبارات نهائية لازم أنكم والاختبار النهائي سيكون محتمال يكون في الجامعة لكن هل هو ورقي أو إلكتروني ما ندري إلى الآن قد يكون إلكتروني في الجامعة لكن هو الاختبارات على حسب تنظيم الجامعة حسب توجهات الجامعة أنها ستكون في الجامعة مع مراعاة التباعد الاجتماعي فبرضو من هذه من النقاط التي توضح للطلاب في بداية الفصل جميل طيب نبدأ بمنتدى للتعارف جميل ممتاز دكتور حليمة ووضع الأسئلة لإثارات التعارف جميل اتهيئة النفسية للطالب بطرح موجز للمقرر بعد التنوير حول استخدام بلاكبورد دكتور أيمن جميل محاربة تجريبية وأعرف بنفسي وكمان صفحات البلاكبورد يا سلام إعطاء طلاب كل المعلومات الأولية عمل مشاركة للشاشة والدخول على البلاكبورد ممتاز دكتور أهيام المحاضرة الترحيبية والعالية متبعة خلال الفصل التعرف على ليلة التعلم الإلكتروني وعرض لهم أيضا التدريبة مباشرة باستخدامة والتعلم وإعطاء نصائح محفزة ممتاز أعطيكم العافية جميعا دكتور أحمد زيدان الاستفادة من الطاقات الطلاب بالتلخيص للمحاضرة وجعل درجة على من يحسن ذلك دكتور أمل الخشد جميل هذه برضو من أساليب تحفيز الطلاب وتشجيع الطلاب على أن يمرقزون معاك وممكن أن هذا التلخيص يكون قد يكون عليه درجات قد يكون عليه تحفيز قد يكون نشر هذا التلخيص في المنتدى نشر في أي مكان في المقرار الإلكتروني البرامج التقنية توفير الأجهزة توفير الإنترنت النصائح اللي خاصة بتعلق الأشياء التقنية ممتاز الإعلانات الترحيب عرض المخطة دكتور مجدي هذه كلها جميلة لكن هذه في قسم تهيئة المقرر الله يعطيك العافية شكرا لكم أنا الآن بس أطلع على المشاركات تقريبا أغلب المشاركات الآن صارت مكررة بشوف إذا فيه أشياء جديدة أضفتوها جميلة ورائعة ممكن نشر استطلاع رأي حول مدى استعدادهم للفصل الدراسي جميل هذه برضو من الأفكار جميلة أنه يكون هناك في استبيان قبري للطلاب نتعرف منهم على خلالها على أساليبهم طرق أن ما تعلمهم فيكون من خلال استبيان ينشر عن طريق الجوجل فورم مثلا ورساله للطلاب عن طريق مثلا صفحة الواجبات أو عن طريق البريد المقرر أو أي وسيلة التواصل مع الطلاب الدعم النفسي زرع الثقة مشاركة الطلاب في توزيع الأنشطة والمهام تطمين الطلاب وتهيئتهم نفسيا وتبسيط المقرر وتوضيح الطلاب معرفته عن التعلم دكتور فاطمة جميل أحسنت إدارة نقاش صوتي مع الطلاب لمعرفة خلفيتهم السابقة عن المقرر جميلة جميل أعجبتني كلمة نقاش صوتي يا دكتور وليد أحسنت النقاشات برضو يا عضاء التدريس يا زملاء وزميلات النقاشات ليس شرط أن تكون فقط عن طريق الشات أنا لو كان عندنا وقت ومتسع للدورة كان خليتكم تشاركون بالصوت لكن نظراً لضيق الوقت ومعنا لنا ساعة ونص فقط فما وديني أطول عليكم ولا كان فتحت النقاش لذلك أنت مع طلابك حاول أنك عندك متسع من الوقت ممكن تخصص محاضرات خاصة في النقاش فقط عن طريق الصوت أما عن طريق الفصول الافتراضية أو حتى المنتديات يعني مشاركة في المنتدى اللي في البلاك بورد ممكن تقول لي يا طالب شارك بصوتك يعني سجل بصوتك وأرسل ملف صوتي في المنتدى ما هو مطلوب أنك تشارك عن طريق الكتابة نصية لا هذا برضو يعني إبداع صراحة من نوع الإبداع في التعلم الإلكتروني أو في التدريس الإلكتروني أني أستخدم النقاش الصوتي مع طلابي ومع طالباتي جميل فتح المجال للطلاع على توقعاتهم وتطلعاتهم احسنت دكتور اسماعيل إعداد لقاء زوم أو بلاك بورد للتعرف والتآلف بيننا جميل ممتاز يعطيكم العافية استخدام البادلت في توظيف الوسائل جميل ممكن نستخدم بعض الأداة هذه يعني تعطيهم نوع من التغيير والإبداع في طرح الأفكار جميل الله يعطيكم العافية شكرا شكرا لكم جميعا على هذه الأساليب الرائعة والجميلة وزي ما ذكرت لكم هذه الأساليب التي ذكرتها كلها راح نستفيد منها ونشرها برضو زملائكم وزميلاتكم أعضاء هيئة التدريس أشكركم على تفاعلكم الرائع يعني ما شاء الله إلى الآن تقريبا يمكن في الثلاثة أسئلة أعتقد يمكن وصلنا أكثر من 500 مشاركة يمكن أكثر فشكرا لكم على تفاعلكم الرائع والجميل وبارك الله فيكم ونعود ونكمل العرض أعتقد الأشياء التي ذكرتها يعني لن أضيف على الأشياء التي ذكرتها لكن قد يكون هناك في شيء ما ذكرته ممكن لكم تستفيدون منه طيب ما هي أساليب تهيئة الطلاب لبدأ تدريس الإلكتروني إرسالة ترحيبية زي ما ذكرنا للطلاب في صفحة الإعلانات وفي ميزة يمكن البعض يعرفها والبعض لا يعرفها أنك لما تنشر إعلان جديد في صفحة الإعلانات فيه من ضمن خيارات الإعلانات أنك ترسل نسخة من هذا الإعلان على البريد الإلكتروني فمهم جدا أنك دائما في إعلاناتك التي تحطها لطلابك أنك تحط علامة صح في إرسال نسخة من هذا الإعلان على البريد الإلكتروني لذلك حاول أنك تنوع في وسائل الوصول للطالب يعني حاول توصلها بأكثر من طريقة عن طريق صفحة الإعلانات عن طريق بريد المقرر بس تحط علامة صح من خلال صفحة إنشاء إعلان جديد راح تجد الخيار من ضمن الخيارات وأعتقد الغالبي يعرف النقطة هذه لكن لمن لم يعرفه ممكن أنه يستخدمها في الفترة الجادية عرف طلابه بنفسك وأسلوبك في التدريس من خلال زي ما ذكرنا مقطع صوتي أو فيديو يعني يفضل قد ممكن تعرف نفسك بأسلوبك بشكل نصي لكن تعريفك بنفسك وبأسلوبك في التدريس ليس كما أنك تعرضها بشكل صوتي أو بشكل فيديو يختلف تماما يعني 180 درجة وتحط هذا التعريف في صفحة إبدا هنا وفي صفحة الإعلانات يعني ممكن تسلهم إعلان هذا الإعلان يجيهم برضو على بريدهم إلكتروني يشوف الفيديو يشوف المقطع الصوتي يشوف الرسالة التلحيبية عن طريق البريد أو عن طريق صفحة إبدا هنا أو الإعلانات في البلاك بورد ابحث عن فيديو تحفيزي هذه برضو فكرة من الأفكار مناسب يعمل كحافز للطلاة في مرحلة القادمة ووضعه في مقارباتك يعني حط مثلا شوف لك أي فيديوهات يعني مثلا فيه فيديو فيه شخص اسمه أعتقد اسمه عامر بوقس عامر بوقس لو كتبته عنه أعتقد يمكن بعض يعرفها هذا شخص طالب كان معاق معاق تماما يعني يعني ما ما يعرف حتى يبعد الكرسي يعني له كرسي خاص فيه له كرسي يروح الجامعة بكرسي خاص فيه قاوم كل هذه التحديات ودرس المراحل البتدائية والمتوسطة والثنوية وصل للجامعة وتخرج بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى وهو لا يستطيع أن يجلس على الكرسي ولا يعرف أن يتكلم بفصاحة تخيلوا وتخرج أعتقد من جامعة مادرية جامعة ملك عبد العزيز أعتقد جامعة ملك عبد العزيز وتخرج بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى تخيل لم يعيقه الإعاقة لم تعكه النطق عنده لم يعكه حتى كان بعض عرائي تدريس لما يدخل القاعة حتى يرفض دخوله يعني تخيل يعني كان بعض عرائي تدريس يرد يقول له لا يعني البعض واحد يمكن أو اثنين فقط يعني لكن الغالبية كان يرحبون فيه لكن تخيل قاوم كل هذه التحديات قاوم كل هذه التعليقات من الطلاب النظرة ما أسميها الدونية ولكن نظرة الشفقة والرحمة التي كان الناس ينظرون إليه في الجامعة كل هذه تجاوزها وحقق أعلى الدرجات فممكن فيديو زي هذا ممكن تحطه لطلابك في بداية مثلا في صفحة إبداة هنا أو ترسل لهم مثلا عن طريق وتقول لهم يا طلاب شوفوا هذا الفيديو التعليمي شوف هذا الطالب كيف نستطيع يقاوم كل الإمكانيات حين الآن طلابنا يعني ما شاء الله موفر لهم كل شي عندها الأجهزة عندها الإنترنت عندها الدكتور قاعد يوصل لبيته يعني الدكتور أمامه يعني هو قاعد في البيت يعني طائد مدرس يجيه للبيت يعني الآن نحن أصبحوا الطلاب ما هو يجون لل الطلاب ما هم اللي يروحون للمدرس أصبح المدرس هو اللي يروح للطلاب ويدخل إلى كل بيت من بيت الطلاب فتوضح لهم النقطة هذه نحن عندكم يا طلاب الآن فرص لم تكن متاحة لكم من قبل البعض كان يقطع المسافات الطويلة على أساس أنه يحضر للجامعة أنت الآن مطلوب منك فقط تفتح الكمبيوتر وتشغل الإنترنت فقط على أساس أنك تدخل المحاضرة فوفر عليكم جهد كبير جدا في موضوع التواصل معه التدريس التعلم فقط مطلوب منك أنك تفتح المحاضرة وتحل واجبك وانت قاعد في بيتك يعني أكثر من كده تسهيل وأكثر من كده تيسير ما أعتقد أنه موجود ولم يسبق له من قبل فمهم جدا تذكروا زمان كان الناس يسافرون بطلب العلم من دولة إلى دولة من مدينة إلى مدينة بالأشهر يسافرون فالوضع اختلف تماما في فيديو زي كذا في بداية الفصل الدراسي يشجعهم على أنهم يتحفزون ويتعلمون بشكل أفضل حاول أنك تبحث عن الفيديوهات وأكيد أنك ستجد كثير من الفيديوهات التحفيزية التي تحزف الطلاب خاصة الطلاب ابحث عن الفيديوهات التي لها علاقة بالطالب وبتعلم الطالب التي تحفزهم على التعلم وضح للطلاب كيف يبدأون وكيف يصلون إلى صفحات المقرر الإلكتروني من خلال محاضرة تعريفية لذي ما ذكرته هذه من النقاط التي ذكرتها الله يعطيكم العافية أنك تعقد محاضرة تعريفية ترحيبية كل واحد يتعرف على الثاني أتعرف على طلابي أتعرف على طالباتي أدخل أسوي مشاركة للشاشة وأشرح لهم البلاك بورد هذه صفحة الواجبات هنا تحصلون للمحاضرات هنا تحصلون تقدرون تصلون للفصول الافتراضية هنا تجدون مثلا درجاتكم في البلاك بورد يعني تشرح لهم بشكل مختصر الأشياء اللي مهمة لهم في البلاك بورد التعرف على أنماط المتعلمين ونقاط استعدادهم للتعلم وأهدافهم الشخصية من التعلم كيف أقدر أتعرف عليهم أنا لسه ما شفتهم إما أني من خلال استبيان زي ما ذكرته يرسل استبيان عن طريق مثلا صفحة الإعلانات ويوضع رابط مثلا في صفحاتي بدا هنا أو عن طريق لقاء فصل افتراضي أتواصل معهم أرسلهم الاستبيان عن طريق فصل افتراضي أو حتى ممكن أسألهم شفويا يعني صوت مباشرة بالصوت وأخليهم يتكلمون ويتناقشون كل واحد يعرف بنفسه ومن أي منطقة وما هي أهدافه وكل هذه عن طريق محاضرة افتتاحية زي ما ذكرتها الدكتورة أو الدكتورة الله ما أدري سماها ما أدري إيش افتتاحية خير سماها محاضرة افتتاحية خير جميل الاسم عجبني وضح للطلاب ما هو المطلوب منهم في بداية كل أسبوع كل أسبوع لازم الطالب يتوقع منك أنك ترسل لإعلان أو حتى يمكن في نهاية الأسبوع يعني مثلا ترسل لهم إعلان يوم الخميس ما هيش الأشياء المطلوب منهم أنهم في الأسبوع القادم يسوونه سواء كان بداية يوم الخميس أو يوم الأحد أو يوم السبت في الليل ترسل لهم الإعلان هذا إما عن طريق لوحة الإعلانات صفحة الإعلانات أو عن طريق رسالة نصية SMS وتعرفون عن طريق أكاديميا ترسلون رسائل نصية للطلاب أو عن طريق بريد إلكتروني أو عن طريق رسائل المقرر هذه كلها وحاول لو قدرت تجمع أكثر تستخدم أكثر من أداة أو أكثر من وسيلة لعلان أفضل يعني الأقل تستخدم وسيلتين من هذه الأمامك إن شاء الله يعني حين الآن في طور تجهيز لكم إن شاء الله لمساعدتكم في التواصل مع الطلاب في أداة جديدة اسمها الكوننكت يارد عن طريق البلاكبورد هذه ميزتها إنها تقدر تربط البلاكبورد بالواتس أب يعني يصير لكل إن شاء الله بس تتيسر أمورها وما نواجه مشاكل تقنية إحنا مع الشركة وبإذن الله يكون في ربط الآن بين المقررات بحيث أن الطالب الدكتور لو أرسل إعلان يقدر يرسل إعلان يجي إرسالة على الواتس أب هذه برضو من الوسائل إن شاء الله راح نعلن عنها خلال الفترة القادمة بس حتى تنتهي نتأكد من جاهزيتها بشكل فني ثم إن شاء الله راح نعمل لكم برضو أيضا فيها دورة كيف تستخدمون هذه العداة أتأكد أن جميع المتعلمين حاضرون ومشاركون زي ما الآن لو عملت لهم حاضرة فصل افتراضي تتأكد أنه هل كلهم حاضروا معايا ولا لا أتأكد مثلا أن الآن خلصنا أسبوع الآن أتأكد أروح على مركز المتابعة أشوف هل في طلاب ما دخلوا وفي طلاب ما دخلوا ممكن الطلاب اللي ما دخلهم أرسل لهم إيميل خاص أقول يا طالب ترى أنت الآن لك أسبوع كامل ما حضرت يعني فيها يعني تقدر ترسل لطالب هذا فقط تعرف اسمه وترسله إما عن طريق بريد المقرر أو عن طريق حتى مركز المتابعة تقدر ترسل إيميل مباشرة أو تعرف برضو من الطلاب اللي ما دخلوا وتعرف على أساس ترسلهم وتتأكد أنهم فعلا كلهم دخلوا على البلاكبورد كلهم شابوا صفحة إبدا هنا وحضروا معاك إما عن طريق البلاكبورد أو عن طريق الفصول الافتراضية إضافة نشاط لمنهجي في بداية الفصل الدراسي وهذه برضو من الأفكار اللي أنت ذكرتوها أن يكون فيه محاضرة تعريفية أما يكون هناك منتدى للنقاش مثلا منتدى للتعارف تطرح منتدى للتعارف كل واحد يعرف نفسه وطموحاته وأشياء اللي يحققها ومن أي منطقة وممكن تضيف كمان سؤال فكاهي ما هي الأكل المفضلة ما هو النادي التي تشجعها مثلا ما هي الهواية التي تفضلها يعني حاول بالإضافة أنه يعرف نفسه يذكر حواياته يذكر أهدافها في التعلم حاول أن يكون فيه شيء غير متعلق بالمقرر قسم طلابك إلى مجموعات وحدد لكل مجموعة مهمة معينة يعني مثلا في بعض الدكات يخلي مثلا مجموعة للتواصل مع زملائهم الطلاب يعني سواء كان شخص واحد أو مجموعة من الطلاب مهمتهم يتواصلوا مع ممقية زملائهم ويبلغوهم بالأشياء الجديدة في البلاك بورد الدعم الفني قد يكون هناك مجموعة من الطلاب عندك متميزين في استخدام البلاك بورد تجدهم ما شاء الله يحلون الواجبات دائما يحضرون معك الفصل الافتراضية حصلهم أول ناس يدخلون معك في الفصل الافتراضي دولة اللي يدخلون معك أول ناس يدخلون دائما بشكل دائما الفصل الافتراضي قل لهم يا طلاب أو تبلغهم أنه حاولوا أنكم أنتم مجموعة الدعم الفني أو التدريب لزملائكم الطلاب إذا أحد عنده أي سؤال ممكن يرجع لكم ويستفسر وممكن تحط وسائل التواصل معهم في المقرأ الإلكتروني المجموعة للمتابعة المتابعة والإنجاز يكون فيه يعني حاول أنك ترتكر في تقسيم مجموعات الطلاب اللي عندك تحاول أنك تقسمهم سواء كانوا مجموعتين ثلاث مجموعات وتحدد لكل مجموعة مهمة معينة تستمر فيها إلى نهاية الفصل الدراسي هذه طبعا برضو من أساليب التحياة شارك الطلاب في منتديات النقاش وقدم التغذية الراجعة بالناء لما تطرح مثلا موطوع للنقاش حاول أنك تدخل معهم ترد عليهم حاول أنهم يشعرون دايما أنك موجود معهم أرسل رسالة تركيلية بالواجبات والمهام مطلوبة منهم استخدم أسماهم الشخصية عند تقديم التغذية الراجعة لهم في المنتديات وفصول افتراضية حتى في الفصل الافتراضي يعني حاول أن تذكرهم لما تتناقش معهم في الفصل الافتراضي أذكر كل واحد بإسمها يا محمد أحسنت يا عبد الله يا ناصر قابلهم عن طريق الفصل الافتراضي محاضرة نقاش مراجعة ساعات مكتبية يعني الفصل الافتراضية لا تكون فقط اللهم أنك تعطوا فيها معلومات لا قد يكون نقاش قد يكون مراجعة قد يكون ساعات مكتبية يعني ممكن تخصص ساعة مكتبية ساعة في الأسبوع مثلا أو على حسب الوقت المناسب لك وتقولهم يا طلاب أنا موجود في الساعة هذه كل يوم أحد مثلا من الساعة سبعة إلى الثامنة مساء أنا موجود في الفصل الافتراضي أي أحد عنده أي سؤال أي استفسار في المنهج يدخل وأنا بكون موجود وأجاوب على سؤال هذا برضو من استخدامات الفصول من أساليب التهيئة للطلاب في الفصل الدراسي حدد لهم استراتيجية التواصل معك ومتى سيتم الرد على رسائلهم لا تكتسر على الرسائل النصية فقط أضف صورة وفيديو وصوت الإعلان على الرسالة إظهارتها وأتعاطف مع الطلاب الذين يواجهون مشاكل حاولت راعي مشاكلهم خاصة في فترة الحالية اللي حين نعيشها أشد الطلاب إلى مصادر التدريب على استخدام البلاكبورد ووسائل التواصل بالدعم الفني إما من خلال قناة التركيين أو من خلال رقم الدعم الفني اللي هو 241 7000 أضف المحتوى الصوتي والفيديو إلى المحتويات ولا تكتفي بملفات صابتة زي ما ذكرنا طيب ماذا يريد الطلاب من عضوه التدريس في التدريس هذا آخر سؤال راح نسأل لكم ونبغاكم تشاركونا بإبداعاتكم أنا بحط السؤال الآن في البادلة في الحائط حقنا حائط الدورة ونحاول نجاوب عليه وناخد بعض أفكاركم الإبداعية ماذا يريد الطالب من عضوه التدريس في التدريس الإلكتروني يعني إيش أهم شيء يحتاجه الطالب منك عضوه التدريس وانت تدرسه عن بعد ها اذكروا لي أهم نقاط لو كلمة واحدة كلمتين سطر نصف سطر ماذا يريد الطالب من عضوه التدريس على أساس أن يتعلم عن طريق التعلم الإلكتروني أو عن طريق التعلم عن بعد بشكل جيد ماذا يريد منه الطالب أهم حاجة يريد منه طبعا غير أن يعطيهم المادة التعليمية غير أني أوضح لهم موسائل التواصل يعني وضح ماذا يريد الطالب من عضوه التدريس في التدريس الإلكتروني خاصة إذا هو ما يشوفك ما يجي عندك في القاعة عن بعد يلا الآن بدأت بحط الرابط مرة ثانية طبعا هو نفس الرابط ما اختلف بس بحطه برضو اللي يحاب انه ماذا يريد مننا عضوها التدريع أو الطالب كأعضاء التدريس ماذا يريد مننا الطالب كأعضاء التدريس في التعلم الالكتروني أو في التدريس الالكتروني يلا ما شاء الله بدأت المشاركات تأتي في حائطنا أو صبورتنا هذه نسميها صبورة مشاركة أو حائط على حسب المسمى الرسمي لهذه الأداة أعطيكم العافية الدكتور ناصر ثابت يقول أسلوب واضح ومرن يعوض عن الحضور الشخصي إذن هذه من أهم الأشياء اللي عضوها التدريس يجب أن ينتبه لها خاصة أنه يجرس عن بعد أو عن طريق التدريس الالكتروني أنه لازم يكون عنده أسلوب واضح ومرن يعوض عن الحضور الشخصي توضيح الطلاب منه الاجتياز المقرر كيف أنه يجتاز المقرر بنجاح ممتاز أن يكون رحيما عادلا بهم ويأخذ موقع الأب من أنفسهم وأن يكون فصيحا متمكنا من تخصصه جميل يعطيكم العافية طيب الآن أبغاكم تتخيلون تتخيل أنك طالب يا عضوها التدريس تتخيل أنك طالب الآن وأول سنة لك في الجامعة وما تعرف شيء عن البلاكبورد إيش تتوقع إيش تتوقع من عضوها التدريس إيش تتمنى من عضوها التدريس يبلغك فيه أو يسويه معاك أو ماذا يريد منك تخيلوا أنا أبغاكم تتصورون هذا تخيل أنك طالب دخلت جامعة جديدة ولأول مرة تدرس عن ضديق البلاكبورد وما تعرف شيء عن الجامعة لا عن الحياة الجامعية ولا عن التعلم الإلكتروني إيش تتوقع الطالب يريد منك أو إيش تتوقع من عضوها التدريس إيش تتوقع من عضوها التدريس أنه يبلغك فيه يريد الطالب أن يحصل على الدعم النفسي والشرح الواضح للمعلومة وأن كل شيء في مصلحة الطالب جميل تفهم الأستاذ لظروف الطالب التواصل مع الأستاذ فهم المقرر ووضوح المقرر تسيير حل الواجبات أعلى الدرجات دكتورة هودة جميل توضيح المطلوب منه لإجتياز المقرر جميل دكتورة فاتمة الدعم الكافي جميل دكتور محمد إذن أقدم له الدعم بكل صوره اللي يحتاجها الطالب يحتاج الأستاذ يطمئنه بأنه دائما معه ويساعده في توضيح المقرر وسهل ورائع ودائما يكون الأستاذ صوته منخفض وأسلوبه سهل وواضح جميل ممتاز فهم أهداف المقرر كيفية التواصل شرح مبسط الأسلوب الواضح الدعم المساندة جميل دكتور محمد يحتاج الأستاذ أن يطمئنه زي ما ذكرت قبل شوي هذا الإبداع والتجديد والأساليب المشوقة في تقديم المقرر والتعزيز المستمر جميل يا دكتور شيما وهذا الأسلوب اللي حنا اتخذناها معكم من التجديد معاكم في تقديم الدورات التدريبية الاحتواء أكاديميا تشجيعهم والتعاطف معهم جميل سهولة توصيل المعلومة الاستماع عليه والاحترام أرائه جميل الوقوف على ظروف تعليمية لأن البعض ظروف خاصة جدا تحتاج معالجتها بحكمة جميل دكتور مسلم التحفيز وكسر الجمود جميل التواصل الدعم التشجيع الاهتمام الإرشاد التفاهم الإشادة جميل دكتور إسماعيل تدريس تفاعل نشط لكسر الملل جميل دكتور سعد دكتور سعد علم وعمل ومودة وتعاطف جميل دكتور عمل صراحة حكم صراحة اليوم ما شاء الله تبارك الله المفروض أن نحن نطلحها كذا يعني والله أود أن ننشر كل مشاركاتكم جميلة ورح بإذن الله هذا الحائط رح ننشره صراحة في معلومات قيمة وبإذن الله هذا الحائط رح يحفظ وينشر لكل عضاية تدريس في جامعة الملك خالد وممكن حتى ينشر بشكل عام يعني للجميع يستفيدون منه حتى عن طريق تويتر عن الجامعات الأخرى ممكن يستفيدون منه ليش لا طيب سلوك واتجاه طيب وقدوة حسنة من أخلاق ومودة ومتابع وغير جميل دكتور فوافا أن يكون على تواصل مستمر جميل الدافعية التعزيز التشريع الدعم دكتور عبد المحسن أحسنت الدعم المعنى والتشريع دكتور عبير التسهيل والتيسير وتوصيل المعلومة وتحقيق الهدف بكل سهولة جميع دكتور عامل لا أشعر بالملل أطلب منهم بالمشاركة حتى يكون هناك تفاعل جميع التشريع والتغذية الراجعة التعاون معهم نفسيا ومعنويا مراعاة ظروفهم تكون إعلانات واضحة ومختصرة وتكون كثيرة يعني ما هو كثيرة يعني بشكل يومي يعني حاول أنه بشكل مستمر يعني بشكل مستمر ممتاز أستاذة سالمة متابعة تقديم في متابعة تقدمه في فهم المحتوى أحسنت تحصيل على درجات ممكنة في المقرر معرفة المحتوى كيف تتواصل معه بالتدريس احتواء الطالب الفهم أولا ثم التحفيز ثانيا والصداقة والثقة ثالثا يا سلام أنا أقول لكم اليوم اليوم فيه شيء ما هو طبيعي فيه الفهم أولا ثم التحفيز ثانيا والصداقة والثقة ثالثا إذن لازم أفهمهم ثم أحفزهم ثم أصادقهم ثم أثق فيهم جميل التسهيل والتعاون ووضوح المطلوب منهم بصورة واضحة بفترة زمنية كافية والتنوع في أسالي بتقديم المعلومة آمنة بخيط عدم الإرباك وتضيع الكثرة التكليفات أحسنتم لما تكون التكليفات واضحة ومنظمة ومنسقة وزي ماذا كمان لا ترهقوا طلابكم بكثرة التقييمات لأنه تذكروا أن عندهم مقررات أخرى وليس طلابك ليس هم فقط في المقررات الطلاب عندهم ما شاء الله أربع خمس مقررات ويمكن أكثر فنحاول إحنا نسدد ونقالب الطالب يطمح الاستفادة الكاملة وترضية كل ما مطلوب بريحية وسوية جميع عرض الملهج بسلوب جداب ولطيف أولا يريد معرفة من هو مدرسه ويستطيع العبور به أو التعبير عنه ثانيا يريد معرفة المادة العلمية والنجاح بهذا المادة وإزالة التوتر جميع دكتور وليد تحفيزه مع المشاركة والتفاعل جميع دكتور خالدة الدعم النفسي أشعر بأن أستاذ مقرر محيط الصعوبات التي تواجهها في تعلم ويقدر الظروف جميع طبعا كل هذه الأشياء التي ذكرتوها لازم أني أقابلهم أقابلهم من خلال فصل افتراضي أقابلهم من خلال استبيان أرسل لهم أقابلهم من خلال المنتدى أستخدم أي وسيلة ومحاضرة الفصل الافتراضي التعريفية هذه من أجمل الأشياء التي يمكن أن تبدأ به الفصل الدراسي أو المحاضرة التعريفية نقاش حر تغذية راجعة بناءة رفع الثقة أولا من الأسلوب التدريسي الإلكتروني وعدم التقليم من كفاءة الطريقة جميل كل الطرق جميلة كل الطرق جميلة نحن الآن لما نتكلم عن تدريس الإلكتروني لا نقلل من التدريس العادي اللي في الفصل إنما هذه وسيلة وزي ما ذكرنا أنه العملية التدريسية هي نفسها الأهداف هي نفسها اللهم فقط الوسائل وطرق تقليم المحتوى والمادة العلمية وطريقة تقليم المعدة العلمية هي التي تختلف يجد أن أوضح لهم موضوعات المقرر وتوفير محتوى المقرر وشرح وافع المقرر وزمن إتاحة الواجبة جميل دكتور موسى طيب خليني إن ما شاء الله في إجابات كثيرة أنا بس أتجاوز بعض الإجابات لأن فيها تكرار الله يعطيكم العافية شكرا لكم وأسمحوا لي إذا ما قرأت مشاركة أحدكم لا تزعلوا مني صراحة لأنه الوقت انتهى صراحة من الدورة وباقي في جزء صراحة من الدورة لكن إن شاء الله نحاول نقطيه بشكل سريع بإذن الله ما أطول عليكم هنا فيه مشاركة برضو أن يكون أستاذ قادرا بكفاء على فتح نافذة للتخصص نحو سوق العمل وأن يكون عادلا فصيحا محفزا لنفسيته قويا الشخصية وأن يكون لطيفا قادرا على حل مشكلاته إلى تعثرت نفسيته جميل دكتور فوزي تسهيل الدعم والاطمينان والراحة النفسية دكتورة جيهان عبدالعزي جميلة دكتورة جيهان دكتورة جيهان من المحاربين القدامى إذا كانت هي نفسها اللي نعرفها من زمان يعني في التعلم الالكتروني كسر الرهبة بالمحاولات ومشاركة الشاشة لوصول المحتوى جميل لابد أن أحدد لهم آلية التقييم وجدول التقييمات جميل اختيار الوقت المناسب المحاضرة وإدخال بعض المواقف الطريفة والتحفيزية جميل الله يعطيكم العافية شكرا شكرا لكم استخدام تدريب حديثة متدورة توصيل المعلومة بأبسط الطرق استخدام أنسب للتقييمات واجبات الاختبارات قسية ردم الفجوة بين مفهوم التعلم الفترضي والتعليم التقليدي اشباع فضول الطلاب بالإجابة على تساؤلاتهم جعل تجربة التعلم مفتاح للتعلم عمل بشكل ذاتي أن يقوم الطالب التعلم على منصات التعلم من أخرى جميل ممتاز هذه الطريقة ممكن تساعدهم على أن يستفيدهم من منصات تعليم الأخرى جميل هذه الفكرة تحقيق مبدأ حب الشيء الشيء وحبك إذا أحب طالب المعلم العلم أتقنه إذا أحب طالب العلم أتقنه وأيضا إذا أحب الطالب المعلم أيضا راح يتعلم بشكل أفضل ظروف الشبكة تضاريس الأمور هذه كاملة تضيح جميل الله يعطيكم العافية شكرا 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 لكم جميعا على هذه الإضافات والله يعطيكم العافية يعني على وشك الوقت انتهى أنا عارف أن الوقت انتهى ونحب أنه يغادر يغادر ما في مشكلة لكن بقي في عندي جزء بسيط راح أكمل لكم إن شاء الله بإذن الله والله يعطيكم العافية ونختم دورتنا طيب خليني أعطيكم كل الأشياء اللي أنت ذكرتوها ممتازة ورائعة ممكن بعض الأشياء اللي راح أذكرها لكم يمكن أن تكررت زي ما ذكرنا تصميم سهل وبسيط للمقرر يسهل التنقل والمتلعبعة توفير مواد تعليمية تساعدهم على التعلم وتحقيق الهداف التعليمية وسائل واضحة للتواصل مع عضو هيئة التدريس توقعات وتوجيهات واضحة للأنشطة والتقييمات يشعرون دائما بوجوده معهم الدكتوري طالب يشعر دائما أنك موجود معهم وغيرها من الأدوات دائما حاسسهم أنه موجود معك يعني حاول أنك تعطيهم إعلانات دائما بشكل مستمر وتفعل نسخة لنسخة من الإعلام بالبريد الإلكتروني على ساتف توصلهم نسخة على البريد الإلكتروني ردود سريع على أسئلتهم واستفساراتهم حاول أنك ما تغيب كثير عن طلابك يوميا يعني مهمتك الأساسية أنك تدخل شيء على مقرراتك تروح على منتدى الأسئلة ترد على إجابات الطلاب تروح على منتدى المقرر تشوف هل هناك أسئلة وردت منهم هذه من أهم النقاط لأنه الطالب يتوقع منك أنك ترد عليه بشكل سريع فحاول أنه لا يمر 24 ساعة وما رديت على الطالب يعني يفضل يعني أنه ترد عليهم بشكل أنا عارف أنه المجهود كبير عليكم والشغل كثير وعندكم مقررات كثيرة لكن الله يعينكم يعني نسأل الله لكم الإعانة والتيسير حتى الردود لما تردون على الطلاب يعني بعض الأحيان قد تكون الردود موحدة فإنت حط لك ملف وورد مثلا أو حط لك ملف نوتس مثلا وإنسخ الردود يعني الردود ما هو شرطنك دائما بعض الردود أحيانا قد تتكرر بعض الردود خاصة في استفسارات الطلاب قد تكون واحدة يعني ما في فرق اللهم تعدل فيها بشيئة بسيطة فإنت دائما حط لك ملف على سطح المكتب وسميه الردود على الطلاب أو ردود الطلاب وأي رد تترسل للطالب حطه إنسخه وحطه على الملف هذا على أساس لو في طالب سأل نفس السؤال تروح تنسخه وتعدل فيه وتلسلها مرة ثانية عشان ما تبعد تكتب مرة ثانية من الأساليب الذكية في الردود السريعة إنك ترد صوتيا يعني تسجل بالصوت مثلا عن طريق محرر تعرفون محرر البلاك بورد محرر البلاك بورد في عدة أدوات في منها إضافة ملف صوتي ممكن إذا كان الرد يحتاج أنك تتكلم فممكن ترد صوتيا عن طريق هذه الردود ترفق ملف فيديو ترفق صوت وهكذا طيب آخر عندنا نقطة اللي هي ما هو دور المعلم راح يعني أعرج عليه بشكل سريع وإن شاء الله المادة التعليمية هذه راح تصلكم أدوار المعلم في التعلم الإلكتروني أو في التدريس الإلكتروني في عندك تقريبا أربع أدوار أساسية دور تربوي ودور اجتماعي ودور إداري ودور تقني طبعا دور تقني ما هو مطلوب أنك تعالج مشاكلهم التقنية راح نتعرف عليه كذا يعني بشكل سريع دور المعلم التربوي اللي تقومون به الآن يعني من معرفة الطلاب المتعلقين معاكم أن ما تعلمهم كتابة لها في التعليمية تصميم المقرر استخدام توفير المادة التعليمية التأكد من محتوى الدورة والأنشطة تسهيل التفاعل بين الطلاب من خلال المنتديات تحفيز التفكير النقدي تحقييم أعمال الطلاب بشكل دوري تقديم التغذية الراجعة على الطلاب هذه كلها من المهام التربوية اللي تقومونها بها دائما الدور الاجتماعي وأعتقد أننا مشاركات الزملاء والزميلات يعني غطوا جانب كبير من موضوع الدور الاجتماعي الهزالة الحواجز النفسية تشجيع مشاركات الطلاب تحفيز الاهتمامات الفردية استخدام عبارات ودية مخاطباتهم بأسمائهم خلق مناخ داعم للتعلم تحترم الفروق الفردية بناء علاقات اجتماعية مع الطلاب إنشاء فرق ومجموعات داخل المقرر تحفيز وإشراك الطلاب هذه من أدوار الدور المعلم الاجتماعي دور المعلم الإداري تنظيم وضع جدول زمني زي ما احنا سوينا الجدول تذكرون الجدول اللي احنا عرضناه في البداية تجهز الجدول الزمني للدروس للمحاضرات أوقات المحاضرات الافتراضية أوقات إنجاز الأنشطة التقييمات كلها توضحها لهم بشكل واضح وسلس توفير تعليمات واضحة لجميع الأنشطة في المقرر وكذلك المهام مطلوبة منهم توضيح آلية التقييم كيف رح يتم تقييم هذا الواجب هل هناك شروط معينة على أساس أقدم هذا الواجب هل سيكون هناك في درجات مثلا على الأخطاء الإملائية هل سيكون هناك درجات على جودة المادة العلمية اللي أقدمها وإذا كان هناك في تفصيل وتوزيع الدرجات على الواجب الواحد يتم ذكره تنسيق المهام والدرجات توزيع الدرجات إدارة منتديات النقاش ومتابعتها إدارة وقتك إدارة الوقت مهم جدا في التعلم الإلكتروني أو في التدريس الإلكتروني توضيح المبادئ التوجيهية والإرشادية تضع إرشادات مثلا بصفحة إبدا هنا إرشادات مثلا لاستخدام المناقشات يا طلاب لازم أنه يكون هناك في عدم تجاوز مثلا يعني احترام الأشخاص احترام الآراء عدم النقد إلا استخدام النقد البناء وليس النقد مثلا الغير مناسب يعني كل هذه التوجيهات الإرشادية وفي التعامل تحطها لهم كإرشادات معينة في صفحة إبداء هنا الدور التقني المطلوب منك أنك توجه الطلاب لوسائل الدعم الفني تحط لهم رقم الدعم الفني تحط لهم رابط قناة تنكين توضح لهم إيش البرامج المساعدة التي يحتاجها الطالب يتصفح متاعات المقرر مثلا لو نزلت لهم ملف بي دي اف تقول لهم يا طلاب هذا الملف لازم تنزلوا برنامج مثلا أدوبي أكروبات على اساس يفتح معاكم هذا الملف منح الطلاب الوقت الكافي للتعلم أدوات جديدة يعني ترشدهم مثلا دروس التعليمية مثلا في قناة تنكين أو تطلب منهم ويشتركون في الدورات اللي قد تقدمها عماد التعلم الإلكتروني شرح المصطلحات الفنية المتعلقة بأدوات المقررة تقول لهم إيش معنى منتدى إيش مطلوب المنتدى هذا إيش نسوي فيه الواجبات الإلكترونية إيش المفروض حين نسوي فيها الاختبارات وهكذا استخدام أدوات حديثة لتقديم المحتوى من نصوص ورسومات وصوت وفيديو حاولنا تستخدم أدوات حديثة تستخدم معهم أدوات تواصل يعني حتى للتفاعل زي ما حنا استخدمنا معاكم قبل شوية أدوات البادلت مثلا ممكن تستخدموها مع طلابكم في الصورة الافتراضية أو حتى يعني ميزة حتى البادلت أو الحائط اللي حنا شوف استخدمناها قبل شوية إن الطلاب ما هو شرط حتى يشاركون بشكل مباشر معاكم في الفصل الافتراضية ممكن يشاركون في أي وقت تقول لهم يا رابط حطوا هذا الرابط ومطلوب منكم أن تشاركون فيه عن طريق هذا وممكن يكون مشاركة غير تزامنية ما هو شرط أن يكون في الفصل الافتراضي استخدم أدوات الإنترنت للتواصل مع الطلاب زي ما ذكرنا عن طريق الإعلانات عن طريق بريد المقرر عن طريق أي أدى ممكن تستخدمها يعني للتواصل في الإنترنت